موسيقى موسيقى مساء الخير أهلا بكم في حلقة الأهلي الليلة بتاريخ خمسة تلاتة عشرين عشرين وكالعادة الحلقة مقسمة لتلات فقرات الفقرة الأولى هكون مع الأخبار وعندنا أخبار وعندنا زخم وعندنا أخبار من جنوب أفريقيا وعندنا لقاءات مصورة مسجلة وعندنا لقاء على الحواء أيضا الفقرة الثانية أو الأولى الحوارية هكون مع الناقض الرياضي الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق الفقرة الثالثة أو الثانية حواريا هتكون مع السعيدين محمد سعيد وكريم سعيد محمد سعيد الزميل المتميز والكريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة ساعات أوليلة بتفصلنا عن مباراة العودة أمام ساندونس مباراة هامة جدا بينتظرها الجماهير القاصي والداني هنا في مصر أخبار النادي الأهلي قبل ما أقولكم أخبار النادي الأهلي لازم أحطكم في الوضع القائم للمباراة ككل من وقت الصفر لغاية النهاردة أنا بالنسبة لي هذا الاستعداد مقسم لأربع حاجات هنقشهم مع بعض الأولى هي الاستعداد الإداري تاني حاجة الاستعداد الفني ومقسم لثلاث حاجات ألفه بهجيم نفسي ومعنوي وتكتيكي رقم ثلاثة هو التوفيق وده عامل مهم جدا وهنتكلم عليه برضو رقم أربعة هي التحكيم وهنكلم فيه مع هنخلي الفقرة دي هنكلم فيها مع ضيفي الأستاذ خالد الإداري أول حاجة في الاستعداد الإداري وده من فضل الله النادي الأهلي عملوا بشكل ممتاز إنه سافر قبل المباراة بست أيام تحديدا سافر مع فريق سانداونز يوم الحد الماضي ليه سافر قبل المباراة بهذا التوقيت لازم نعرف كل حاجة لها مغزة ومترتبة بشكل صح وشكل احترافي أولا بريتوريا مرتفع عن سطح البحر تحديدا بألف وتلتمية وسبعين متر يعني أربعة تلاف ربعمية خمسة وتسعين قدم وكلما ارتفعت الأرض عن سطح البحر أنت محتاج على السعر البيولوجية تزبطها شفنا ده في اليابان وشفنا ده في أثيوبيا أثيوبيا في ألفين وسبعة وأنا كنت موجود هناك كانت مباراة كأس السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والنجم السحلي نادي الأهلي كان محتاج كان لسه محتاج وقت طويل جدا عشان السعر البيولوجية سافرنا قبلها وكان ده في احتفالات الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عام على إنشاء الاتحاد الإفريقي والأهلي والنجم كانت المباراة الختامية في هذا الاحتفال وبالمناسبة سريعا مباراة الأهلي والنجم ده يوميها النجم كان جايب معه أنبوبات إكسوجين في قلب غرف الملابس ما بين الصوتين دخلوا حطوا ما فيش بقى تيكتيكي ولا جانب فني ولا الحاجات دي كلها حطوا اللعيبة نزل ما لها بتحط على إكسوجين عشان تقدر تكمل المباراة من أنا نفسي كنت موجود وقتها في شبكة راديو وطليفزيون العرب اي ار تي هما خمس ست سلالة مطلعنا الفوق أنا بنهج بغط لما أطلع فوق لو أنت نايم كمان في جو زي ده لو تقلبت بتنهج حاجة صعبة جدا فهرجع بقى للنقطة الأساسية أنه النادي الأهلي استعد دي أول حاجة في الاستعداد الإداري أنه سافر قبل المباراة بست أيام عشان الساعة البيولوجية تتظبط عند اللعيبة فتيجي وقت المباراة ما تفاجأش أنه فيه تعب فيه إرهاق فيه فيه دي أول حاجة وعملناها بالشكل المستقيم أو الشكل الصحيح تاني حاجة الاستعداد الفني استعداد الفني للمباراة عندنا نفسي ومعناوي وتكتيجي المعناوي إحنا رحيين بفوز صحيح الفوز ده يتحط على جمع وهنبتدي الشوط التاني وده اللي أكد عليه سيد عبد الحفيظ واللي أكد عليه الجهاز الفني بالكامل لللعيبة إن إحنا هنبتدي الشوط التاني من نقطة صفر صفر عشان ما نرتكلش للهدفين اللي جبناهم في الكهيرة لأنه ده شوط وده شوط لو ارتكلنا ممكن بعض اللعيبة يحصل عندها نوع من أنواع التراخي لكن الجانب المعناوي أنت رايح بشكل كويس عكس ما كنت بادئ المباراة القاهرة بضغط نفسي من المباراة العام الماضي المباراة التي لن تتكرر كما قال المسيماني نفسه المباراة الخامسة لن تتكرر في التاريخ وهي تحدث مرة واحدة لكن لكن بقى وعدكوا في وقت من الأوقات مش لازم المراضي يعني أنه الخامسة والستة النادي الأهلي هيكررها وبشكل كويس جدا إن شاء الله أوعدكوا في المستقبل القريب إن شاء الله نسبة للإستعداد النفسي برضو النهاردة كان فيه أولا فيه محاضرة معنوية من فيلر للعيبة النادي الأهلي بالفيديو هيدرسوا الفريق بالفيديو وواضح من قراءتنا الفيلر إنه متفوق في هذه الناحية متفوق بشكل كبير يعني متفوق إنه قادر يقرى المنافس وقادر يهيئ لعبته سواء من خلال الفيديو أو من خلال الإستعداد أيضا النهاردة كان فيه تمرين وده كل فقرة كان فيه فقرة طرفيهية للعيبة النادي الأهلي استعدادة لساندونز ده بييجي في الاستعداد إيه؟ استعداد النفسي الموضوع بس مش استعداد لا لعب كورة ده كل الحاجات دي عشان تقدر إزاي تروح للمباراة وقت المباراة انت واصل للتوب فورم بتاعتك كل النقط دي أنا بحطوكه على نقط حطوا نقطة الهرف وإحنا إيه اللي حصل من يوم الحد لغاية يوم السبت القاتل فالسعداد النفسي يعني أحد الأمور اللي فيه تدريب النهاردة كان فيها فقرة طرفيهية أداها لعبه النادي الأهلي والجهاز الفني سعداد التكتيكي بقى سعداد التكتيكي بييجي فيه طبعا المحاضرة الفنية اللي احنا اتكلمنا عليها محاضرة دراسة الخصم بالفيديو في المباراة السابقة وفي مباراة في الدولة في جنوب أفريقيا وآخر مباراة ساندون إزاي بيلعبوا وإزاي بيتحركوا ودي تحديدا هنتكلم عليها بشكل لضقيق النهاردة كمان عندنا هنا في القناة هيكون كريم سعيد كريم سعيد شاطر قوي في إنه يقدر يقولك تحركات اللعيبة بتروح وتيجي إزاي فدي فكرة مهمة جدا هنتكلم فيها مع زمينا محمد سعيد يبقى ده الاستعداد الفني بتقسم لنفسي لمعناوي تكتيكي فهنا ده تالت حاجة بقى في النقط اللي بقولكو عليها التوفيق ودي اللي كنت بأكلمكم عليها من شوية وبوعدكم في المستقبل القريب التوفيق محتاجينه بشكل كبير هذا العام وفي هذه المباراة المفصلية في دورة أبطال إفريقيا ليه هذا العام نادي الأهلي محتاج بقى لنا أربع سنين ما اخدناش ما روحناش كاس العالم الأندية ما اخدناش التاسعة وقفين عندها حتى بعض الجماهير على السوشيال الميديا بدأ يحصل لها بلاش نقول التاسعة نقول العشرة لواحدة تمانية وواحدة لكن ده التوفيق احنا محتاجين التوفيق تأكدوا تأكدوا انه ريني فييلر ريني فييلر مدرب كويس أوي بس سيبك بقى من انه اجدته وهذا هو كويس أو مش كويس اي مدرب أو اي لعيب كويس محتاج عامل التوفيق معاه يعني ريني فييلر لو خد البطولة هذا العام خد هذه البطولة ولعيب تلنادي الأهلي هتكلم على ريني فييلر وهتكلم على لعيب تلنادي الأهلي ريني فييلر لو خد البطولة هذا العام وفاس بهذه البطولة أولاً هيدخل كل قوب الجماهير الأهلوية لأنه عربون الحب هذا العام مع الجماهير هو هذه البطولة طبعاً ما احترمنا للدوري ما احترمنا لأي بطولة أخرى دوري أبطال إفريقيا هو عربون المحبة اللي هيخش وهتقفل عليها مش هيطلع تاني هذا الحب لن يخرج من قلوب كل الجماهير الأهلوية فهو محتاج هذا التوفيق هذا العام عايز اقول لكم أنه لو أخبرت هذه البطولة هذا العام السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها انت راكب أفريقيا راكب أفريقيا قروياً راكب قروياً ومعنوياً فهتخش السنة الجاية من انك حامل لقب وانه النادي الأهل ارجعه نروح بقى لعيب النادي الأهلي في نفس النقطة احنا بنتكلم في نقطة إيه؟ التوفيق التوفيق للعيب النادي الأهل بعض اللاعبين وبعض الصفقات الجديدة محتاجة أن هي تكون تندمج يحصل لها اندماج أولا مع شخصية البطل ومع شخصية النادي الأهل بمعنى شخصية البطل حاجة وشخصية النادي الأهل حالة لكن كلهم يحصل لهم انصهار في شخصية لاعب النادي الأهل بعض اللاعبين جايين نظرا للتكوينات النفسية والبدنية والخبرات اللي قابلوها ممكن ده تساعدهم ان هم ياخدوا شخصية النادي الأهل بسرعة ممكن تساعدهم ان هم ياخدوا شخصية البطل بسرعة هو ده اللي احنا محتاجينه فبلاح أذكر أسماء اللاعبين لكن في صفقات كتيرة جاية محتاجة معنويا معنويا ان هي تاخد البطولة السنة دي لو خدتها هتلاقوا السنة الجاية شكل مختلف وإيقاع مختلف وكل اللي عندهم اللي انتوا شفتوه قبل ما ييجوا هتلاقيه بيعملوا بمنتهى السلاسة لعيب الكرة محتاج لحاجات دي لعيب الكرة محتاج انه يكسب حاجة معنويا فياخد عربون المحبة عن الجمهير فيقدر يقف على الكرة طبعا ويقدر يقف على كل المباراة ويقدر يلعب بكل سلاسة كل المباراة فهو ده جانب التوفيق اللي محتاجه ودعيب النادل أهلي وخصوصا وخصوصا حسين الشاعات وقفش اللي اتنين دول أوعدكم ان احنا لو خدنا البطولة نادل أهلي يعني خد البطولة هذا العام السنة الجاية هتلاقيهم في ليفل تاني وفي حتة تانية خالص حتة تانية خالص انه برضو التوفيق اللي حصل فزي ما قلتلكم بقى ده احنا تكلمنا على السعداد الإداري والسعداد الفني التوفيق فالتوفيق اللي ريني فييلر محتاجه مهم جدا السنة دي التوفيق للعاب النادي الأهلي طبعا آخر نقطة في هذه المباراة عشان يبقى المباراة كلها بشكل مكتمل اتكلمنا عليه التحكيم هنتكلم عليه بشكل مفصل ولو انه ولو انه لا تقلقوا لا تقلقوا من من التجارب السابقة مع حكم المباراة بكاري دي جسامان طيب النهاردة كان فيه تدريب قوي طبعا مع مع الفقرة الترفاهية اللي كانت فيه تمرين النادي الأهلي قبل ما نروح لبعض الأخبار برضو مهم جدا ان احنا نمزج الرياضة بالثقافة مهم جدا الحتة اللي أقولها لكم دي جنوب أفريكا لازم نعرف يعني ايه بريوتوريا اللي احنا برضو رحنا لها اللي هي مرتفعة عن سطح البحر 1370 متر اللي هي 4495 بريوتوريا أحد ثلاث مدن ده دي كلمتين صقافيتين ده طبعا وانتوا بتشوفوا ايه التدريب هكلمكم هكلمكم على المدينة وبعد كده هروح للعيب المدينة بريوتوريا أحد ثلاث عواصم في جنوب أفريكا جنوب أفريكا فيها ثلاث عواصم كيب تاون وبيوتوريا بريوتوريا وكل عاصمة من عاصم دي ليها ميزة طبعا يكون كلامنا بشكل مفصل عن بريوتوريا عشان نعرف لعيبه أو المكان اللي بيستضيف المباراة بريوتوريا هي العاصمة الإدارية لجنوب أفريكا بريوتوريا بريوتوريا هي العاصمة القضائية لجنوب أفريكا كيب تاون هي العاصمة التشريعية بريوتوريا بيتقى في الجنوب الجزء الشمالي واحنا بنشوف تدريب الاهلي النهاردة اللي كان فيه تدريب قوي للنادي الاهلي وهي يعتبر التمرينة الاساسية بكرة هيخف الحمل البدني بعض الشيء عشان قبل المباراة فبيخف الحمل النهاردة يعتبر التمرينة اللي ممكن تعمل فيها قوة وايضا زي ما قلتلكم انه امتزجت القوة والتدريب النهاردة مع الجانب الترفيه اللي كان فيه اشبال من جامعة بريتوريا راحوا النهاردة للتمرين اخذوا بعض الصور التسكرية مع النادي الاهلي المدينة اللي بتحتفل بوجود النادي الاهلي بشكل او باخر بشكل او باخر انه كمان الاستعداد حتى من التذاكر يعني اعلنوا انه هتكون الاستاد مليان وهنتكلم على التدريبات وهنتكلم على كل التفاصيل وهيكون معانا لقاء بالصوت والصورة مع زميلنا فاروق صلاح ولكن بعد هذا الفاصل ورجعنا لكم مرة تانية وكنا بنكلم على الاستعداد النفسي والاستعداد البدني والاستعداد الإداري وشرحت لكم هذا الموضوع باستفادة جدا لكن اخر حاجة بقى من كنا بنكملها في هذا الموضوع هو مدينة بريتوريا اللي احنا هنلعب فيها هذه المباراة وهذه المباراة او هذه المدينة الجميلة كل من يسافر جنوب افريقيا ويعود بيعود بذكرى طيبة صحيح هم عندهم مشكلتين طبعا مشكلة الامن بعض الشيء مساءم عندهم مشكلة دلوقتي حالا يعني الحمد لله اللي احنا تخلصنا منها الكهرباء وعشان كده تقريبا تقريبا انهم هيلعبوا هذه المباراة في الثالثة عصرا يوم السبت القادم عندهم شغل محاول واحد في الاستاد الاستاد اللي هيستضيف التدريب بكرة تدريب النادي الاهلي غدا اللي هو التدريب الرئيسي هيلعب النادي الاهلي هيلعب على او هيتدرب على الاستاد اللي هيتلعب عليه المباراة طيب سيد عب حفيز كان له تصريح النهاردة وقال انه شخصية الاهلي طريقنا لحسم التآهل الافريقي في دور الثمانية سيد عب حفيز قال انه شخصية البطل دائما ما بتظهر في هذه المناسبات واحنا فعلا محتاجين انه شخصية البطل وشخصية لعب النادي الاهلي اللي كلمتوكوا عليها في قبل الفاصل نحنا محتاجين انه لعب النادي الاهلي يكتسبوا هذه الشخصية القوية شخصية النادي الاهلي مطعمة ومفعمة بشخصية البطل الاتنين ان شاء الله ينتازجوا ونشوفوا ان شاء الله بداية من يوم سابت حتى نهاية البطولة مباراة سندونز مطب أو هي عنق الزجاجة عشان تعدي للبطولة ان شاء الله رب العالمين زي ما قلتلكوا ان احنا مجرد فزنا بهذه البطولة اوعيتكم لمدة 3 او 4 سنين خدوا هذا الكلام على الثاني 3 او 4 او 5 سنين انت راكب افريقيا اولا لعبتنا من فضل الله من فضل الله سنه متوسط سن اللعيبة صغير كمان مدربنا مدرب كويس اوي 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 زي ما قلتلكوا بس هو محتاج سن التوفيق سن التوفيق سن التوفيق دي لو جات هتاخد زي ما قلتلكوا عربون المحبة لدى كل جماهير النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ قال هذا الكلام اللي انا بقول لكم عليه انه شخصية البطل هي بتظهر في هذه المباراة واحنا محتاجينها وفي اشد الحاجة لها ان شاء الله يوم السبت القادم في الثالثة عصرا في مباراة العودة امام سندونز طبعا شريف عيسى السفير السفير المصري في جنوب افريقيا عمل كل التسهيلات في النادي الاهلي واشهدوا اي الكلام رائع رائع انه النادي الاهلي ملهم ملهم في التنظيم ملهم في الشكل حاجة يفتخر بيها المصريون في الخارج اي الكمان ان شاء الله رب العالمين انه الترتيب الاستبال البعثة كان اكتر من رائع وانه فيه تسهيلات كتير جدا لكن هو قال معنا هنا اول امباراة يوم من 3 تحديدا معايا تحديدا قال انه صحيح الجالية المصرية في جنوب افريقيا لا تتعدى المتين واحد لكن ان شاء الله المتين واحد يكونوا بألفين وبعشرين الف ودي كمان صورة من امباراة كان فيه مقدوبة عشاء كان عاملها السفير على شرف البعثة وتحديدا الكابتن محمود الخطيب في بريتوريا مقدوبة عشاء قبل هذه المباراة طبعا دي صور للكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة وسفير السفير شريف عيسى شريف عيسى قال كمان ان احنا واسقون من قدرة الاهلي على التأهل وطبعا اكد انه الاهلي دائما هو خيره سفير للكرة المصرية زي ما قلتلكوا انه فاروق لسه قدامه كتير يا برجون عشان نخش عليه ولا نخش على بيت اخبارنا طيب على البوابة وداخل على طول طيب على المفروض يجهز النهاردة كان فيه حدث تاريخي حدث تاريخي النجاحة الفكرة ان شاء الله تنجح يعني ان شاء الله تنجح الفار اصبح في مصر النهاردة كانت مباراة انبيو الجيش مش عارف انتهت كام دي كان المباراة سيذكرها تاريخ طويلا طويلا لانه هذه المباراة هي الاولى هي الاولى في تطبيق تجربة الفاروق كان فيه مؤتمر صحفي اللجنة الخماسية اللي لازم نشيد بانه هذه التجربة ان شاء الله ان نجحت عندنا اربعة وخمسين حكم تم اعتمادهم معاهم الرخصة لتطبيق الفارق في حاجات معينة لازم نعرفها في الفار كام حكم موجود لازم يكون معه رخصة الفار في كل مباراة اولا الحكم الرئيس لازم يكون معاه الرخصة المساعدين مش مهم يعني مش لازم ياخدوا الرخصة فاحنا محتاجين اولا حكم الساحة الحكم الرابع لازم يكون معاه رخصة الفارق الاثنين جوه بقى الغرفة فيه اتنين لازم يكون معاهم كذلك الرخصة يبقى احنا عندنا اربعة من مجموعة كان في كتير الحكم والمساعد الحكم الاساسي بتاع الفيديو والمساعد من اجمال اربعة وبرضو في الملعب بره فيه اربعة يعني تمانيات يشترط ان فيه اربعة تم ترخيص او التصريح بمزاولة الفار في مصر الى الان اربعة وخمسين حكم طب كم ملعب تم الترخيص ليه انه هم هيكون يقدر يستقبل تقنية الفار فيه حداشر ملعب يبقى عندنا اربعة وخمسين حكم وعندنا حداشر ملعب لكن هنبتدي بكام بخمس ملعب بس الحداشر ملعب اللي اهلوا لتقنية الفار هم القاهرة والسلام والثلاثين يونيو وبترس بورد والمقولين والاسماعيلية والسويس الجديد والاسكندرية والماكس والكلية الحربية امبي والجيش النهاردة كانت تصريح بمزاولة الفار لسه جاي من 48 ساعة والنهاردة كانت امبي والجيش في المباراة الاولى في تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري كمان نقطة مهمة جدا لازم نعرفها ولازم هيكون لنا فيها اضاحات مع ضفنا ويكون فيه مدخلة ان شاء الله مع الكابتن جمال غندور حول هذا الموضوع لكن هقولكو فيه نقطة معينة يعني مثلا انجلترا بتطبق السنة دي للمرة الاولى تقنية الفار لكن ما بتطبقهاش على كل الملعب بتطبقها على الاهداف والطرد فقط بس بتطبقها بقمة يعني بسنتيمتر احنا شفنا فيه اهداف في بعض المباراة انتهت تشيلسي مثلا اخر المباراة المباراة اللي قبل الاخيرة مش بتذكر قدام مين فيه هدفين هدفين ليه فر الجزمة بوز الجزمة بس كده قدام لغالهم هدفين وخسر المباراة في اسبانيا بكل كرارات الحكاة ممكن يتدخل فيها الفار فده احنا محتاجين نعرفه هنا في الدور المصر عشان نعرف حقوقنا تجاه الفار حقوقنا كمشاجعين وحقوق الأندية طبعا لتجاه الفار احنا محتاجين هنعرف ان احنا هنشتغل على الاهداف والقرارات الحاسمة زي الطرد وخلافه ولا في اي من قرارات الملعب محتاجين نعرف كمان في الفار انه لو تعطل في بعض المباراة اللي احنا بس لسه تجربة جديدة هل ده طبقا للليحة هل اهلنا لكده انه مثلا لو تعطل ان احنا عندنا حديثة شهيرة حصلت في تعطل الفار مع الترجي التونسي تعطل الفار والمباراة اتلعبت هل هنا في الليحة بتقول انه احنا اهلنا بليحة بحول هذا الموضوع انه لو تقنيات الفار ضاعت او مشتغلتش هل المباراة تكمل ولا تتلغي مهم جدا نتكلم حول هذا الموضوع ونعرف الموضوع ده بشكل مفصل وبشكل كبير ده فالنهاردة التاريخ هيذكر كثيرا المباراة امبي والجيش اه اللي انتهت وهعرف دلوقتي انتهت كام كام انه اه والحكام الحكام اللي حكمه النهاردة التاريخ سيذكرهم طويلة انه اول يوم تاريخ خمسة طويلة عشرين عشرين بتقنية الفار بتسجل بتخش مصر وتحديدا مصر بتكون هي الدولة التانية في افريقيا بعد المغرب المغرب طبقت الفار مستنى الفاتت احنا بنطبق تاني دولة افريقية بتطبق تقنية الفار صحيحة ده بيدي مدلول كبير جدا وبيدي بيدي عدالة تحكمية وبيدي قيمة كمان للمنتج محتاجين الجماهير محتاجين تنظيم جيد يبقى عندنا بطولة وهنرجع البطولة بتاعتنا بشكل بشكل كبير وهذا المنتج يكون له قيمة كبيرة جدا في مصر النتيجة انتهت طلاق الجيش وانبي انتهت صفر صفر ده اول مباراة طبقت فيها تجربة او تقنية الفار انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف طيب نرجع بقى ده كان اهم حاجة لانه خبر مهم جدا في تجربة الفار وتقنية الفار نرجع لسان داونز زي ما كلمتكم على الاستعداد الست ايام الماضية وقبل بس ما اطلع انه 4 ملايين دولار تكلفة تقنية الفار ده خبر برضو موجود انه تكلفة تطبيق الفار 4 ملايين دولار لمدة 3 سنين ونص 3 سنين ونص موجودين ده انا ما اعتقدش في ظل هذا الاحتراف انه هذا الرقم يعني مش عالي قوي لكنه لو طبك بالشكل الكويس ان شاء الله وباحترافية زي ما بنشوفه في الدوريات الاجنبية ان شاء الله يبقى عندنا حاجة كويسة جدا وبتدي عدالة التحكمية النهاردة عمر جنيني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد القرى قال ضمن الاخبار انه احنا مش هنجيب اي حكام اجانب لاي مباراة بعد كده خلاص لان احنا عندها تقنية الفار بشكل كويس الا حكام مباراة القمة الاهلي والزمالك برضو جمال غندور قال برضو الحالة اللي كنت بقول لكم عليها في خبره هو بيقول انه رئيس لجنة الحكام بيعلن انه اي مباراة اي مباراة الفار هيكون فيه بعض المشاكل لن يتم الغاءها كنا مسانين فاروق صلاح يلا نروح لفاروق صلاح ونتطمن على استعدادات وكل حطيني مكانك اولا انت واقف فين وعرفني انت واقف فين دلوقتي تحديدا وحطيني مكانك اكيني داخل عليك ضيفة دلوقتي من اللي بي طيب الصوت واضح انه هو لسه مش وصل بشكل كويس هنرجع تاني ونتكلم فاروق صلاح واضح ان انتوا سمعتوا صوت عالي احنا سمعتوا صوت عالي واضح بقى اللهجة المصرية واللهجة العربية منتقى يعني اصحابنا وزمائلنا والصحفيين والبعثة الاعلامية واضح ان هي في الفندق كنت بكلمكم على تقنية الفار وانه تكلفتها 4 ملايين دولار ونص لمدة 3 سنين ونص وانه الشركة اللي بتطبق تقنية الفار في انجلترا وفي اسبانيا تبقى لمقيلة في المؤتمر الصحفي النهاردة هي التي تطبق تقنية الفار في مصر دي حاجة عظيمة دي حاجة عظيمة ان تبقت بالاحترافية اللي احنا شايفينها في برا ونفس الشركة انها بتطبق على الدول المصري دي حاجة عظيمة حاجة عظيمة والعظيم بقى نروح بقى لفارقنا في روءة عرفت انت واقف فين وانا جاي لك دلوقتي من خلال الهوى احكي لي بقى الدنيا حواليك وحكي لي كل حاجة وصفيت ومين بيغني؟ من اللي بيغني جنبك؟ كل التحية لك زبيلي محمد الصابر ولكل مشاهدة ومتابعي شاشة تعقرات للنادل اهلي في كل مكان من هنا من جنوب افريقيا وبالتحديد العاصمة الدبلوماسية بيريتوريا مقر اقامة باثة فريق الناد الاهلي اخر استعدادات فريق الناد الاهلي لمواجهة فريق ساندونز ويوم السبت المقبل بمشيئة الله في اياب دور الثمانية لدور ابطال افريقيا خلينا اقولك احنا حاليا متوجدين يعني داخل مقر الفندق اللي بيقيم فيه بعثة الناد الاهلي عقب تناول اللعبين الناد الاهلي لوجبة الغداء بعض الاحاديث والجلسات ما بين اللعبين والحث اللعبين والاحاديث اللي ما بين اللعبين لي ضرورة واهمية اللقاء والتركيز في هذا اللقاء ايضا كان هناك بعض الاحاديث الجانبية ما بين مستر ريني فيلر مع بعض اللعبين عمرو السلية او الو ديانج او محمد الشناوي وكل اللعبين مستر ريني فيلر بيتكلم مع كل اللعبين يعني عايز أقول لك جلسات متواصلة مع كل اللعبين كل العشرين لعب الموجودين مع فريق النادي الأهلي حديث مستمر من مستر ريني فيلر لكل اللعبين التركيز على أهمية اللقاء وحث اللعبين دائما على أهمية هذا اللقاء ومواصلة الأداء الجيد في هذا اللقاء الجميع بيعلم ويعي تماما هذا اللقاء يعني لو استعرضنا زميل محمد بقى سيناريو اليوم النهاردة صباحا كان المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني لسان داونز ولاجة التصريحات بدأت تتغير يعني خليني برضا أن أنا أستفيد معك في الكلام وهنتكلم في شقين صباحا في الخاص ببيتسو موسيماني المدير الفني لسان داونز لتناول وسائل الإعلام للقاء يعني المهاردة ببيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي تكلم على أن الناد الأهلي بربح أو فاز في شوط اللقاء الأول لسه في شوط ثاني هنا في بريتوريا في لوكاس موريبي بيمني النفس طبعا أنه هو يحقق نتيجة كبيرة على الناد الأهلي وبيميل أنه يعني عايزك يعني بيتكلم ويستعرض نتيجة الموسم الماضي وأنه بيحلم يعني قال الطريق لنا للوصول لمباراة نصف النائي هو إحراز سكور من الهداف وعدد من الهداف في شباك النادي الأهلي تكلم أيضا عن قوة الناد الأهلي وأن الناد الأهلي في لقاء الشوط الأول في القاهرة كان الناد الأهلي أفضل وكان النتيجة وكانت متوقعة أيضا نتكلم عن الناد الأهلي وأن الناد الأهلي جاي هنا بريتوريا مجرد لإقتناص أيضا وأن الناد الأهلي عنده القدرة أنه هو يقتنس تسكارة المرور للنصف النائي لكن بدأ يلعب على الأوطار النفسية للعبين أن للعبة ساندونز قادرين على تحقيق الانتصار وتقرار النتائج ويطاق عن المباراة هيبقى فيها عمل ضغط نسبي على فريق ساندونز قال بالفعل الهدفين اللي أحرزوا من الناد الأهلي في لقاء الذهاب يعملين عمل ضغط جديد على العب ساندونز ولكن قال يجب علينا أن نتعامل مع هذا الأمر ووضعنا الخطة المناسبة لهذا الأمر الشقة الثانية تناول وسائل الإعلام للمباراة يعني النهاردة سواء الصحف في بريتوريا زي ستار أو بريتوريا نيوز أو بيزنس دي يعني أكبر الثلاث صحف في بريتوريا تناولوا اللقاء تكلموا عن قوة اللقاء وقوة العناصر الناد الأهلي يعني كان فيه مقارنة ما بين ثلاثة لعبين في الناد الأهلي جونيور أجاييه وأحمد فتحي وعلي معلول ويقابلهم في الجانب الآخر بلعبي ساندونز زواني وعملين مقارنة ما بين اللعبين أنهم يكونوا العناصر الفعالة في كل فريق اتكلموا أيضا عن قوة الناد الأهلي وأن الناد الأهلي قادر على اقتناص تسقرة الصعود إلى النصف النهائي من هنا من بريتوريا ولكن قالوا على مسلمان أنه يتعامل بحنكة وبخبراته التكتكية مع فريق الناد الأهلي وخبرات الناد الأهلي التكتكية وأنه هو يكون قادر على التعامل مع الناد الأهلي من ممكن يلعب بخطة دفاعية للحفاظ على نتيجة التقدم بهدفين وعلى بيتسو موسماني أنه يكون قادر على التعامل مع هذه الأمور بدأوا بعملية حجد الجماهير أن الأمر مصصعب جدا على الفريق سانداونز أمام النادي الأهلي ولكن قوة النادي الأهلي ونتيجة مباراة الذهاب هي من تضع الصعوبة على هذا اللقاء النهاردة أيضا للعب النادي الأهلي كان أدى النادي الأهلي مرانه في تمام الساعة الثالثة عصرا على استياد مجمع ملاعب جامعة بيريتوريا اللي هو يعني تتكلمنا عنه كثيرا مجمع أكثر من رعب يضم أكثر من طمانطار ملعب المهيئ تماما لاستقبال يعني مش أقول استقبال تمرين لا مهيئ تماما لاستقبال المباريات البنية التحتية الأبور هدى في بيريتوريا أكثر من رائعة يعني مرانه قوي أدى لعب النادي الأهلي زي ما قلنا زميل محمد العشرين لعب يضعوا مستر ريني فيلر في حيرة يعني الحادي دلوقتي ما تقدرش تتكلم أتتوقع تشكيل أتتوقع أي أمور لأن العشرين لعب على درجة عالية من الجاهزية ناحية البدنية ناحية الفنية ناحية النفسية كلها بتبشر لعب الجماهير النادي الأهلي ومن خلال قناة النادي الأهلي بنطمن كل جماهير النادي الأهلي على قدرة اللعبين ولعب النادي الأهلي قادرة إن شاء الله على اقتناس تسقرة المرور لنصف النهائي غدا بمشية الله هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر ريني فيلر والنادي الأهلي ثم الاجتماع الفني ثم أول مران للنادي الأهلي على استاد لوكاس موريبي في تمام الساعة الثالثة عصرا يعني إن شاء الله نقول كل الأمور مهيئة إن شاء الله أيضا حالة الود نعايز أتكلم في نقطة مهمة زميل محمد حالة الود والترحاب اللي احنا بنشوفها هنا في جنوب أفريقيا من كل أبناء جنوب أفريقيا وبيرتوريا وحبهم للنادي الأهلي واسم وقيمة مكانة النادي الأهلي أعتقد يعني يبتلقى استحسام من كافة الموجودين في البعثة المرافقة للنادي الأهلي طيب فاروق قولي بقى كده للسعداد وطب من طينيه وإذا تخضع طبعا العشرين لعب بيخضعوا لرؤية الجهاز الفاني إن شاء الله يختار الأفضل جوه الفندق أنت واقف فين بقى أقولي أنت واقف فين وإن كان يسمح إن كان يسمح بإنك تتجاول بالكاميرا وعرفني أنت واقف فين وإن إيه اللي وراك أنت فقاني طابق في الفندق الكواليس اللي مفيش أي حد يعرفها غير في قناة الأهلي كان في حد بيغاني كان في حد بيغاني ميلي كان بيغاني جنبك داخل فندق إقامة تبعثة فريق النادي الأهلي يعني زي ما قلت لحضرتك عقب تناول وكبة العشاء للعب النادي الأهلي خلاص اللعيبة يعني الجلسات اللي بين اللعبين 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 الكبار في النادي الأهلي حدثهم يعني أحمد فتحي وليد سليم والعب النادي الأهلي والجميع دايما يعني على قدر المسؤولين كل اللعبين يعني زي ما تكلمنا أن العشرين لعب في حالة فنية عالية جدا من الجاهزية الفنية البدنية أمر يعني بيدي حالة من الاطمئنان عايزيني طام من جماهير النادي الأهلي حالة من الاطمئنان الجماهير للنادي الأهلي ولكن على الجانب الآخر بيدي حالة من الحيرة لمستر ريني فيلر زي ما قلنا العشرين لعب سواء السبعتاشر لعب أو الثلاث حراس مرمى الشناوي وعلى لطفهم حقوي مصطفى أشوبير يعني الحالة الفنية الحالة البدنية عليها كل اللعبين تنبئ إن شاء الله قدرة لعبة النادي الأهلي مش فقط على أطع تسكرة المرور لنصف النهية لكن إن شاء الله قدرة لعبة النادي الأهلي على الفوز على ساندونز هنا في بريتوريا أيضا من الأمور المهمة تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة وشوفنا الحديث المستمر والاجتماعات المستمرة على مسؤولي السفارة المصرية لتهيئة كل الأمور وتزليل كل العقبات للعب النادي الأهلي ومسؤولي البعثة المرافقة للنادي الأهلي وأيضا الأفراد الجالية المصرية والعربية وأمر دخولهم لملعب المباراة الترتيبات اللي بتتم ليست متعلقة أو مقتصرة فقط على البعثة النادي الأهلي والبعثة المرافقة للفريق النادي الأهلي ولكن أيضا متعلقة بجمهور النادي الأهلي وأفراد الجالية المصرية والعربية فيه تواصل وفيه اتصالات بتتم من جميع الدول المحيطة بجنوب أفريقيا سواء من موزنبيق أو من زامبيا أو من نميبيا في اتصالات مع معالي السفير شريف عيسى من أجل الدخول لهذا اللقاء والحضور إلى بريتوريا لمسندة ومؤذرة فريق النادي الأهلي ويعني زي ما تعودنا من النادي الأهلي أو النادي الأهلي اللي تم فيه لقاء الذهاب كانت المعاملة من النادي الأهلي لأفراد جالية جنوب أفريقيا كانت دخولهم لإستاذ القاهرة بباسبور أو جواز السفر ده الأمر اللي احنا بينتظروا فريق مسؤول النادي الأهلي إن يتم السماح ليه جمهور النادي الأهلي ومسؤولي وأفراد الجالية المصرية والعربية الموجودين اللي اعتقد أن هيملأوا إن شاء الله ويكونوا متواجدين على المعاد إن شاء الله في هذا اللقاء يتم دخولهم أيضاً بجواز الصفار دي كانت آخر الأمور اللي تم الترتيب لها والتنصيق لها واليوم أيضاً بيصل إلى بريتوريا طاقم التحكيم بقيادة الحكم الجنبي بكاري جسامل هيدير أحداث اللقاء زميل محمد دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس كل الأخبار لفريق النادي الأهلي هنا بريتوريا أنا موجود معاك لو في أي استفسار أو أي تساوي من خلال لقاءاتك مع الجماهير ومن خلال خروجك في الشارع في بريتوريا شايف الحالة المعنوية لدى الجمهور وصلت طيب واضح أن الصوت ما وصلش في السؤال الأخير دي كانت وقفة على استعدادات النادي الأهلي وعلى آخر استعدادات النادي الأهلي بالتفاصيل قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة يوم السبت في الثالثة عصرة هرجع تاني بقى للنقطة اللي كنا نتكلم فيها قبل فاصل وهيكون معنا بعد قليل طبعاً مداخلة مع الكابتن جمال غندور عشان نتكلم حول تقنية الفار وكل التساؤلات اللي كلمتكم فيها قبل من روح لجنوب أفريقا مع زاملنا فاروق صلاح التساؤلات اللي احنا عايزين نعرف أنهي القرارات هنقف عليها أنهي القرارات هتكون هي وظيفة تقنية الفار وحكام الفار هيقدر يدخل فيها من خلال المباراة ولا أي قرار ولا الحاجات الحاسمة زي الأهداف زي الطرد زي أي حاجة مهمة ولا مفتوحة على كل الحاجات دي زي ما قلت لكم النهاردة كانت مباراة أمبي والجيش هي المباراة الأولى لتقنية الفار بعد وصول الرخصة الرسمية قبل 48 ساعة قلت لكم أن فيه 11 استاد هيقدروا يستقبلوا هذه التقنية في خلال الفترة القادمة ولكن في الدوري فقط لأن حصول الرخصة لازم يكون لكل بطولة على حدة يعني لازم الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية دلوقتي أو الاتحاد المنتخب في المستقبل القريب أنه هيقدم على رخصة للكاس ورخصة لكاس السوبر يعني إحنا الفترة اللي جاي لو فيه مباراة لكاس السوبر أو مباراة لكاس مصر مش هيكون فيها تقنية الفار التقنية أو الرخصة اللي جات هي في الدوري المصري فقط وزي ما قالت لكم ويد العطار مثلا النهاردة كمان له تصريح حول أنه اللجنة الخماسية صنعت معجزة لتطبيق الفار في أقل وقت لأنه كان طبقا لمقيدة النهاردة في المؤتمر الصحفي أنه لم يكن من نهام اللجنة أن هي تشغل تقنية الفار لكن هي خادت على عاطقها أن هي تطبق تقنية الفار في أقرب وقت ممكن وأنهم أخدوا خمس شهور خمس شهور حتى أنه تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري دي كل أخبارنا قبل ما نطلع للفاصل عشان نستقبل ضيفي واضفكو الأستاذ خالد أليتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة أشرون ورجعنا لكم مرة تانية مع ثاني فقراتنا وأولى فقراتنا الحوارية مع الأستاذ خالد أليتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة أشرون أهلا وسهلا يا أستاذ خالد أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد أهلا وسهلا بكل جمهور ندل أهلي طبعا عندنا حدث عظيم إن شاء الله ومورة هم بس لازم أخذك وروح لأنه ما حدث اليوم إن نجحت التجربة هو حدث عظيم لتقنية الفار طبعا بلا شك يعني أنا واحد بالناس من أكتر الناس اللي انتقدت أداء اللجنة الخماسية في العديد من الملفات لكن لابد إن إحنا وإحنا عارفين إن إحنا بيتكلم بشكل موضوع لابد إن لما تلاقي حاجة كويسة تشاور عليها وتشيد وتشيد على إيد الناس وتقول إن إنتوا عملتوا حاجة كويسة عملتوا المفروض خطوة كويسة خطوة تم التشكيك فيها على مدار الأوقات اللي فاتت خطوة لازال فيها برضو بعض التشكيك من قدرتنا من قدرة الحكام من قدرة اللاعبين على التعامل مع التقنية من قدرة كل عناصر المنظومة الموضوع الناس فهم ممكن تكون فهمة الفار بشكل غلط شوي هو مش مجرد حاجة حصلت أو خطأ هيحصل كل وقت هتروح الفار أو هو مجرد تقنية بتحصل والموضوع انتهى لابد إن إحنا كلنا نكون مستعدين هنتعامل إزاي مع الفار وده موضوع مهم وأنا شايف إن كان فيه تأصير شوية من اتحاد الكرة أو اللجنة المؤقات اللي دارة اتحاد الكرة إنها كانت مركزة بس في فكرة تطبيق التقنية كتقنية لكن قصة إنك تفهم الناس ما حصلش ده ما حصلش قصة إنك توعي الناس ده ما حصلش لأن إحنا دلوقتي دي حاجة جديدة علينا وإحنا دولة بنقول إن إحنا نعتبر تاني دولة بنطبق في أفريقيا بنطبق ده لابد إن إحنا برضو المشاهد لابد يعرف إزاي ليه الحالة دي ما لجأش فيها للفار وليه الحالة دي لجأ فيها للفار لكن لابد الفترة اللي جاية وده يقع على العاطق كل أطراف المنظومة إن إحنا لابد إن إحنا نقول للناس هنطبق ده ليه وإزاي ودي حصلت إمتى وإمتى نلجأ للفار وإمتى من اللجأش بعض الناس اتكلمت فيه لكن لابد إن يكون الموضوع بشكل مختلف صحيح عشان ما تحصلش مشاكل عشان ما تلاقيش نادي أو بعض المشاجعين سواء على سوشيال ميديا أو في أي مكان يقول لك إحنا بظلمنا بص أي واحد متعود على فكرة الظلم وخلاص إحنا بظلمنا بغض النظر هو صحيح دون أعمال العقل أو دون أعمال أو دون التفكير عن أسباب خسرتك لا هو إحنا بظلمنا فيه شماعة جاهزة إحنا بظلمنا التحكيم أيها كام فطب خلاص الفارجة البرهاة طب برضه بظلمنا هي فكرة لابد إن أنت توقعي الناس إيه اللي حصل ما كانش هو مطلوب طبعا ده شيء كويس وقلنا إن بنشد على إيد الناس وكويس جدا إن على مدار الفترة فات كان فيه تشكيك فيهم لكنهم قدروا إن هم يطبقوه لكن إيه الخطوة اللي جاية إيه الخطوات اللي جاية لابد إن هم يركزوا في توعية الناس في الملف ده ده وجه النظر في موضوع الفار صحيح أما الفار بقى كتقنية أكيد هي خلصنا إن شاء الله بعد ما توقعي الناس من جزء كبير من مشاكل ولا لأ ولا هيدخلنا في مشاكل تانية هو على فكرة الفار لحد دلوقتي في الدول الكبيرة في الدولات الكبيرة عامل مشاكل برضه صحيح عامل مشاكل وفيه بعض بس ده حاجات بتطبق للاول مرة لابد إنك هتلاقي مشاكل لكن هل المشاكل بقى هتبقى مقبول ولا مش مقبول هناك الفكر شوية مختلف ما هو ده عنصر التوعية لأنك اللي انتك فيه هناك لأ طبعا أكيد الثقافة مختلفة أكيد الناس متوعية أكيد الناس فهمة إيه اللي بيحصل أكيد الناس فهمة إنه مش موضوع ظلم لأ الموضوع خطأ ممكن يحصل في أي وقت هل إحنا بقى هنتقبل ده هل إحنا أعدينا الناس لده إحنا مش عايز الناس تفكر أو تبص الفكرة إنه هو أنت دلوقتي إحنا في عز الإنجاز مثلا أنت جايب توريني حاجة تانية هذا دوري أنا دوري لأنا أسقف لك بس أنا أسقف لك وقول لك خد بالك خد بالك علشان ما تخليش نشوت الانتصار اللي أنت فيها أو الحاجة اللي خليتك أنت كويس لابد أن أنت الجانب الآخر تبص عليه بشكل كويس طيب في نفس الدور هو محتاج معا جانب تنظيم لأنه برضو أنت بتشوف اللي بيجيب الجون لما بيروح بس عند الجامعين بقى فيها حوالي 20 واحد داخلين في الصورة الحاكم هو مفترض بيحتاج لنوع من أنواع الخصوصية وهو راح يشوف في قلب الشاشة اللي في قلب الملعب هل في ظل بعض الأخطاء الإدارية في أنه يكون موجود أكتر من حد ومحدش له أدوار ممكن نشوف الصورة دي متكررة زي اللي بيجي هدف هو الحاكم هو بيشوف الصورة فيحصل تفيش عليه هو بص خلينا نكونوا يقعيين ومنطقيين ونقول أن كل واحد أو كل لاعب في المنظومة اللي احنا فيها على الأقل زي ما تم الأعلان أنه هو يطابق في الدور الممتاز بس عشان نروح سجير في الدور الممتاز بس مفيش لاعب في الدور الممتاز ما بفرجش على الدورات اللي بر لازم مفيش لاعب شايف أو شايف قبل كده أن في حكم رايح يشوف فر بتلاقي مثلا فيه ناس وراء أبدا ما بحصلش فبالتالي أنت مش ضروري أنت هتكون مبتكر حتى لو هتكون مبتكر لا تكونش مبتكر حاجة غير لازم تقلد الناس اللي انت بتفرج عليهم وانت شايفهم قدوة واللي احنا بنحاول كدولة وان الدولة مثلا ممثلة طبعا في تحرك الكورة أنها بتحاول أنها تطبق عنصر جديد في المنظومة الرياضية أنك تساعد في النهاية لما نطبق حاجة كويسة أنت كلاعب هتبقى مستفيد النجوه دهك ما بيرقش فلازم أنت كمان برضو تكون فاهم وواعي إيه اللي بيجرأ خب بالك بره في الدولات الأوروبية اللي بتم فيها تطبيل فار أول ما القرار بيحصل اللعب بيمشي الموضوع انتاع مفيش أي حاجة خالص يعني حتى في تقريبا مش فاكر الدور الإنجليزي تقريبا أو الأسباني مفيش حد بيروح هو خلاص هو القرار خلاص الموضوع انتاع في ثواني وليلة جدا خلاص والمطش بيخلص فهي دي الفكرة الفكرة أو الحالة اللي في المطش بتخلص فالفكرة كلها لابد أن انت زي ما فيه تقنية موجودة وبتطبق انت كمان تكون عنصر مساعد لنجاح المنظومة اللي انت جزء كبير منها لقام عليك بس فده المفروض يحصل يعني من لعبتنا المفروض يعني طيب ونحن أمام إنجاز عظيم عظيم احنا متفقين حول هذا الموضوع إنجاز كبير وإن شاء الله تنجح الموضوع لكنه هو هيضيف بعض من العدالة للأندية زي ما سيادك قلت وهيضيف بعض من العدالة لللعب إنه مجهود ومايروحش هل وإحنا وبرضه هنحط النقطة الحروف إنه اللجنة الخماسية هي الآلة إنه ما كانش من ضمن أدوارها هيجاب أدوار من ضمن أدوارها إنها تطبق تقنية الفار لكنها أسرعت فيها عمل هذا الموضوع وبرضه بنحط إنه هذا الإنجاز هذا إنجاز كبير هل إحنا لسه مش مؤهلين زي ما أنت قلت إنه بعض اللعبين ما نعرفش أدوارنا يعني الدور الإنجليزي مثلا ما فيش فهر غير على اللجوان والإنذارات والطرد الدور الأسباني مختلف الدور الإطاري مختلف هل إحنا يعني ما حصلناش الثقافة دي للجماهير وغيرهم قبل ما نطبق التجربة موضوع عنصر التوعية اللي بكلمك فيه عنصر المفروض أن أنت كنت تعمل دورات تثقافية حتى المفروض أن أنت على الأقل كنت تبعت حكم وثنين صحيح للفرق وحدة الصحفيين لا طبعا ده قصة هم أتكلم معلها إنك تبعت حكم وثنين وثلاثة أم معرفش أكيد إن شاء الله يعني ده ممكن أنا وأنت بقى نروح بقى للعلامي نسأله طبعا نسأله طبعا في القصة دي كابتن جمال كابتن خير محمد هاتي ليك هاتي لأساس خالد ده مورك كابتن مشكورك ودايما زي ما كنت عالمي ودايما زي ما التاريخ بيسطر أنه أنت كنت عالمي في كاس العالم وفي محافل عالمية كبيرة وشرفت اسم مصر النهاردة بنقول أنه إنجاز كبير إنجاز كبير النهاردة أنت كنت أحد أفراد هذه المنظومة أن نحن نبتدي هذا تجربة الفار وتقنية الفار في مصر بس عشان حول هذا الموضوع هسيبك تعلق حول هذا وهذا اليوم التاريخي ومباراة أمبي والجيش محتاجين نعرف شوية حاجات منها صادر كل قرارات تخضع لتقنية الفار ولا الحاجات الحاسمة بس لا طبعا هو اللي يخضع لتدخل الفار هو أربع حاجات وهي الأهداف ماذا صحية الأهداف تمام يعني لو فيه هدف التجل تمام بنتأكد من هدف صحيح تبقوا مثلا التسلل تبقوا مخالفة فاول على المهاجل تبقوا لمسكات جاء الفارد يتدخل تمام الشيء الثاني ركلات الجزاء ركلات الجزاء اللي محتسبة بيتم التأكد منها أنها تم احتسبها بشكل صحيح أو لو فيه ركل الجزاء لم تحتسب تمام الحكم ما حسباش ما شافاش حكم الفارد يتدخل تمام الشيء الثالث وهو ما يتعلق بالطرد المباشر تمام يعني لاعب يصحب الطرد والحكم ما طرفه هنا الفارد يتدخل وينكبه الحكم أن فيه لاعب يصحب الطرد أو العكس إذا الحكم طرد لاعب لا يصحب الطرد هنا الفارد يتدخل لتصحيح قرار الحكم تمام الشيء الرابع وآخر حاجة وهي هوية اللاعبين بمعنى أنه لاعب حصل على كارث سواء أصفر أو أحمر صحيح وهو اللاعب ده مثل الخطأ يعني مش هو ده يعني مثلا صحيح اختلت الأمر على الحكم فد رقم شتة بدل 16 الفارد هنا يتدخل ويصحح هذا الخطأ ولكن هي دي الأربع الحاجات الأساسية طمام لكن هناك أمور مهمة جدا زي مثلا ما حصل في انضرات النهار بنيجي مثلا في الرقلات السابقة انتعارف رقلات السابقة بيحصل فيها شد وده صحيح صحيح الحكم بينبع اللاعبين وبيبلغهم أنه كل التصرفاتكم مراقبة بالفارد صحيح لو حد شد حد ولا ميزك حد ولا بقى حد أثناء لعب الرقلات السابقة هنا الفارد حيتدخل وهتتعاقض بيحصل بيحصل ذات متحقيق وقائي صحيح بيحصل دايما تشي النهاردة لو خدت بالك ما عارش خدت بالك ولا لأ معلش كنا على الهواء في الرقلات السابقة الرقميات اللي في مباراة فلايج ديش وامتي صحيح ما فيش ولا لعب عمل مخلف ليه هتدخل وهنا الحكم هيقفض اللاعب من البجر تمام فبالتالي في أمور وطائية طول الوقت حكم الفارد هو بيتابع المباراة من خلال الشاشات اللي موجودة معاه في غرفة الفارد تمام وبالتالي هنا مش لازم يعني مثلا نحن المحلس المعارضة الناس مثلا ممكن يقولك جما كانش في حالات فارد حكم مقفش اللاعب وراح شار ما فيش حاجة تستدعي طول الوقت هناك تمديه على اللاعبين من الحكم وهناك متابعة من حكم الفارد داخل غرفة الفارد لما يحدث على قضية الملعب وبالتالي هتلاقي هنا الأخطاء في مباراة النهار بشانت معدومة طيب عندي بقى تفسارين كمان أولا التسلل في الدورة الإنجليزية مثلا بيحسبوا بالسنتيمتر يعني أكيد أنا عارف أنت متابعة كل الكرة العالمية في مطشة شلسل قبل الأخير ببوز الجزمة ده ما بيحصلش في الدورة الأسباني ولا الدورة المصري وطبقا من حالات اللي سيادتك قلتها التسلل مش داخل لا هو التسلل بيدخل لما ينتبه عنه هدف آه يعني أنا مش بقيم حالات التسلل صحيح لا أنا بقيم صحة الأحداث آه لو جيه هدف من تسلل هنا بنراجع على التسلل عايزش رحلة نقطة دي التسلل دي ببساطة ياريت احنا عندنا آخر آه يعني أحدث موجود من البص اللي هو بنطبق فيه آه حط التسلل تمام حط التسلل كمان مش حط التسلل اللي هو اللي هو المنفرج لا احنا بنطبق الثري دي اللي هو بنتميز النظام ده بيعمل آه مقارنة بين آه من المهاجم حتى لو كان في الهوى وآخر جزء من المدافعة تمام وبالتالي بنعمل هنا مطقة رأسي من الجزء اللي في الهوى اللي فوق آه عشان نشوف هو اللي السابق ولا اللي على الأرض هو اللي السابق طب طب لو الإيد لو الإيد طرف الإيد أو طرف الجزمة أو طرف اليد لا تأخذ في الاعتبار آه اليد لا تأخذ في الاعتبار إنما الحزاء والحزاء جزء من الخضر صحيح آه آه وبالتالي لغاية الكتر الإيدين ما بتنخشش في الحسابات ده النظام اللي موجود عندنا في مصر صحيح وده أحدث حاجة آه مش عايز أصبع الأحداث آه لكن خلينا في شهر الستة اللي جاي حكلمك عن آه ممكن يكون فيه تعديل التفلل آه بيتم اليومين دول آه 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 آيفاب يدرسوا إنه من الممكن من الممكن بس بش دلوقتي من الممكن في التطبيق اللي جاي إنه هما يستبعدوا موضوع الأجزاء اللي في الهواء آه ويعتبروا على الأجزاء اللي على الأرض بس آه ده تطول الجديد اللي ممكن يحصل في شهر ستة ليه بقى لأنه لا وإنه فيه تسلولات بتحسر صحيح صحيح أمور كده صراحة صحيح يعني في كرة القدم أصبحت بتاخد من متعة الكرة وبتاخد من متعة الأهداف وبتضيع مجهود اللاعبين طيب آخر حاجة بقى بالنسبة لي إنه إحنا لسه هتناقش أنا وإنت والأستاذ خالد لا السماعات إحنا طب يعني ما هو برضو ما ينفعش أجيب أحدث حاجة في تقنية الفار وهو لسه بيستخدم سماعات سماعات موبايل لا 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 ما فيش سماعات موبايل أنا أقول لك حاجة بس تقول الجهاز اللي إحنا بنشتغل به دلوقتي مبدئيا يعني مبدئيا يعني في أجهزة أحدث أجهزة بسبع سماعات دي اللي هتناستخدمها إن شاء الله ودي متعافلين مع الشركة وبالطريق لكن خلي بدك اللي إحنا بنستخدمه دلوقتي هو اللي بيستخدم في كل مكان في العالم تمام اللي هو بدون بدون الفار اللي هي بتستخدم في المبارات الإفريسية بتوصل لخمسة خمس أفراد الكواليتي واحد لكن هي الفكرة إن انت بتستخدم بعد كده أحدث حاجة اللي هي السبعة تمام إن السبعة دول بيبقى فيه أوبزيرفر ممكن يبقى موجود معكا معه ويبقى موجود الستة حكام يعني الستة ومعهم أوبزيرفر كمان يبقوا سبعة يعني يقدر يسمع ويقدر يتابع كل هذه الأمور هنروح معك لأمور الإدارية بس وستاذ خالد مداخلة وهرجع كما معك في سؤال الأخير أنا بس يا حابب باشيد بالتجربة وبالعمل خاصة بعمل حضرتك والعمل ده تواكب مع دايما مع أخبار دايما بتتردد إن حضرتك مش مكمل في اللجنة ودايما الكلام ده بتقال في الإعلام في ظل الكلام ده ويحصل تطبيق الفار فأنا بشيد بالتجربة في الأول يا كابتن جمال قولنا يا سيد خالد ربنا خليك أنا بشكورك فكرة مكمل أو مش مكمل دي يعني أنا بتعامل بكل وضوح أي اتفاقيات بتعاملت وأي أمور بتجرى كلها بوضوح النور مفيش حاجة بتتعامل في الحساء أهلا وسهلا بأي حد على فكرة شغلة شغلة تحكيم في مصر محتاج يعني هو مسؤولية كبيرة طبعا ومحتاج الناس تشتغل فيه حتبعد جدا وحتبعد المفروض كبير مصر بالتجربة بالكفاءات احنا الموضوع مش مش شغل بالي أبدا نهائيا لأنه ما فيش حد بيستمر في مكانه على طول يعني غالبا يعني انت عارف اللي جانب في مصر تتغير زياء زياء المدربين زياء زياء فما فيش مشكلة بالنسبة الغذي الموضوع لكن أنا عايز أقولك أنه هذه الأمور كلها أمور مواقع متداولات في المواقع وفي بعض وسائل إعلام فقط لكن ليس لا علاقة بالحقيقة تمام الجزئية الثانية العايز سأل عايها هل وإحنا بعد ما نطبق الفار وطبقناه هل كان فيه جانب تسقيفي للفرق أو للعيبة عشان بتحصلش أي مشاكل تحصل من ضمن شروط تطبيق الفار إنه يتم عمل محاضرات للأندية أجهزة فنية والعيبة تمام النهاردة أول مباراة اتعاملت بتقنية الفار تمام أول مبارح أنا زرت نادي طلايا الجيش ونادي وعملت لهم محاضرات أو محاضرة الفار دي بالتعريق دي عشان الناس تعرف وهي بتلعب النهاردة أسلوبها يتغيب حتى يمكن طرق اللعب ممكن تتغيب على فكرة صح لأن مثلا أنا عمش معاك شوية في أنه في بعض الخطط بتبقى نظمية على مهارات لعبين وحصول مثلا على أخطاء بالكربة مضربات ثابتة أو غيره مضربات ثابتة دي خطط أحيانا بتتتيني على كده صحيح بعد على أن المدارب يحتمل بهذه الحصة الطبيقية صحيح صح فدي يغير فكره صحيح لو ما فيه بار مو فيه يلجع لأمور ثانية صحيح فبالتالي فبالتالي من ضمن شروط ففيه الهار هي إنه يتم عمل الحضرات للأندية تمام للأندية تمام دي إجباري على فكرة مش يعني مش موضوع سيادي يعني انت لازم تعمل ده زي ما انت بتجيب موافقة وتحصل على موافقة تطبيقه وزي ما بتجيب موافقة على الاستداد لما بتعمل تكنولوجي تست في الاستداد لو استاد ما تعملوش التكنولوجي تست ونجح ما يتبعش يتبعلي زي ما الحكم صحيح بيحكم الفار إذا ما حصلش على الرقصة ما هو ده اللي هاخدك فيه بقى يا كبت الجمال 54 حكم أولا هل هو عدد كافي 11 ملعب تم اعتمادهم وخمسة هتبتدي بيهم وأربع حكام في كل مباراة دي الحاجات الإدارية ومعليش أنا طاولت عليك عشان ديها حاجة تسقفية ده تليفون تسقفي بعمله أنا والستاذ خليد ديك عشان نوصل أنه الناس تعرف من خلالنا إيه واجباتها وإيه حقوقها وإيه اللي عليها 54 حكم 11 ملعب 5 ملعب هتبتدي بيهم أربع حكام لازم يكون معاهم الرخصة الحكم والحكم الرابع حكم الساحة وحكم الرابع والحكم تقنية الفيديو والحكم المساعد مظبوطة المعلومات دي ولو تقول لنا لا حتححلك حتححلك بعض الأمم تمام الحكم الحكم الساحة هو فيه ثلاث رخص بس للبار تمام رخصة لحكم الساحة اللي هو بيصفر تمام اللي في الملعب ورخصة لحكم الفار تمام ورخصة لحكم الفار المساعد طقص لا الحكم الرابعة محتاج رخصة ولا الحكام المساعدين محتاج الرخصة تمام دي بس تصحيح للحتة بتاع فأنت عندك حكم ساحة حكم صفارة يحتاج إلى رخصة حكم صفارة حكم الغار الأساسي اللي هو بيبقى في الغرفة أو في البان زي ما احنا نستخدم في العربيات البان ومعها مساعد بنتميه A B A R يعني أسيسر الغار تقول لي هم واجبات كل واحد يليه واجبات مختلفة عن السابق كامل مساعدين اللي على الأرض كل اللي بيتطرنوا عليه عشان يشتغل بالفار إنه في حالات الهجمات اللي من الممكن تسفل عن هدف ويكون فيها تسلل ضخيف بيأخر الرأي لغاية لما تنتهي الهجمة إذا انتهت بهدف يبتدي يبلغ الحكم إنه أنا كان عندي شك في التسلل ويتم التشيك على الحالة من خلال الفار تمام فقط لا غير لكن هو مش محتاج رخصة أي حد حكم مساعد يتضرر بك على التأثير ده تمام يطلح لي إدارة مباراة الفار هل لو تعطلت تقنية الفيديو يتم إلغاء المباراة؟ لا نهائيا الأساس في المباراة هو الحكام في أرضية الملع تمام تقنية الفار معمولة عشان تساعد الحكم تمام وبالتالي إذا تعطل الفار يبلغ الحكم الفريقين إن إحنا الوقت المتبقدة ما فيهوش فار تمام طيب لماذا الدوري فقط ولماذا كاس مصر والسوبر وكل البطولات التانية لا محدش قال كده هو دلوقتي أنت حصلت على رخصة رخصة تطبيق الفار في الاجبشن فريمير لي تمام في الدور المصر تمام لكن سلامة حضرتك عندك الإمكانيات عندك الحكام اللي تحصلين على الرخصة عندك الملائب اللي فيها رخصة الفار فمن حقك تطلب لأي مسابقة تانية مجرد ما تطلب لأي مسابقة أعتقد المصر هستيجي بسرعة شكرك شكرك لعلامي كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصري على كل هذه التوضيحات وطولنا معاه عشان خاطر دي معلومات قليمة للمرة الأولى بتتقال مهم حكونا بتتكلم في الجانب التسطيف هو هو كابتن جمال دلوقتي قال إن حصل جانب تسطيف مع العيبة النهاردة وده أكيد هتم بشكل متواصل مع العيبة الفرقة كلها فده مهم جدا إنه يحصل المفروض بقى إن إحنا نعيد الكلام ده في الإعلام كتير إحنا المفروض نعيد كل الكلام ده مش مشكلة إنه هو يتكرر بس يتكرر عشان اللي شاء من اللي ما شافش يشوف صحيح واللي شاف يفهم تاني يفهم تاني إنه الموضوع لسه جديد علينا آه بنشوفه برا لكن كل الحالات دي لابد إن إحنا نتعامل معاها علشان نزيد ونسري من الكرة المصرية لازم يعني نتعامل نروح بقى للمباراة الهامة طبعا مباراة العودة كيف يراها الأستاذ خالي خلانا نكون واقعين يعني ما فيش أي مباراة إنت بتخدها بتكون صعبة بتكون سهلة حتى لو حتى مباراة دي لأنك إنت بتكون لك أهدافك منها لكن كل الظروف المحيطة بالمباراة طبعا بتقول لك إنه مباراة صعبة إنت بتلعب فريق مش سهل تلعب فريق آه أنت كذبان هنا بهدفين قدت مباراة وياسة عندك عناصر مهمة وعناصر قوية عندك كل العناصر اللي تخليك تعمل مباراة وياسة لكن على الجانب الآخر برضو نفس العناصر دي عنده بلعب بفريق كامل العدد بلعب بدوافع كبيرة بلعب على الأرض ووسط جماهيره كل الكلام ده كلام لو سألته لأي حد يقولك هو الكلام ده لكن زي ما أقولك هاي الدوافع الدوافع أن ده خاصة أنه عنده هو كلاعب عنده سابقة أنه هو قدر يكسب النادي أو الفريق اللي قديه موسانا اللي فاتت بنتك كبيرا صحيح هو يفكر طبعا هو مش هدوره أو مش في دناغه زي ما المدير الفني قال موسيماني قال أنه وارد لكن صعب لكن هو أكيد مش هيفكر في أنه يفوز عليك فوز كبير لكن هيفكر أنه يدور على التأكل بغض النظر ما بقولكش أنه هيفكر في خمسة صحيح لكن هو يفكر أنه يدور أهلي وإنت عن نفس على الجانب برضو التالي أنت بقول أنك تكون عارف أن كل الأسباب اللي قدت أنك تطلع بالنتيجة الكبيرة دي أنا شاف أنها تلاشت تلاشت تماما والنادي الأهلي بص النادي الأهلي طول عمره لا بيقول سحر ولا غلط ولا مش يومي وقال أي حاجة خلص بيبحث عن أسباب أو أسباب إخفاقه عشان كده النادي الأهلي حضر للمباراة دي من بدري من أول ما تقال أن في مباراة مع صاندونز الأهلي كان بيحضر للمطشين زهاب وعودة حضر للمطش الزهاب بأنه يلعب في الصارق القاهرة وده عنصر مهم جدا وحضر للمباراة العودة أنه يحجز تاني يوم مباراة مناءة تدريبات العصر طبعا طبعا لدي الأهلي حضر للمطش من بدر جدا قعد خمسة يام في جنوب أفريقي لا ما كانش حاصل قبل كده كل كل السبل ساعة وعمل مساعي كبيرة جدا في كل أمور التحكيم علشان ياخد ضمانات معينة علشان لا يتسبب أي عنصر خارجي حيو أول أنت فتحت الموضوع ده يعني أكيد الجمهور محتاج يسمع منك كيف هذه الضمانات كيف التخوف لديها من كل كبيرة وصغيرة وهو تخوف يعني مسموح أنا أقول لك الكلام التردد خلال الساعات والأيام الأخيرة إعلاميا حتى التردد أن النادي الأهلي كان فيه وأنا حاليا بكلمك بصفة طيبة أنا قدر يوضي يعني أن النادي الأهلي كان فيه تواصل مستمر مع الكاف منذ تعيين بكاري جسامة أو إسناد المباراة لبكاري جسامة علشان يقود المباراة والنادي الأهلي أكيد تاريخ النادي الأهلي أو تاريخ بكاري جسامة مش كويس مع النادي الأهلي وإحنا لم نشككش في حد لكن لما بتشوف كل المباراة العناصر المشتركة وبحصل فيها أخطاء وأخطاء الجسيمة لا لازم لابد أن أنت تقول أنا في مشكلة مع الحكم ده وبالتالي كان في طلبات وكان في أن لابد أن يكون في ما يضمن أن النادي الأهلي يحصل على حقه النادي الأهلي لا يطلب محابقة تحكمية النادي الأهلي يطلب عدلة تحكمية هو ده النادي الأهلي عايزة النادي الأهلي ما بيسعدش أو ما بيفوتش بالحكام النادي الأهلي وأربطك بالفار النادي الأهلي أكتر نادة بتطبيق تقنية الفار صحيح أكتر نادي في مصر طالب بتطبيق التقنية وأكاد أجزم أن النادي الأهلي أكتر نادي مبسوط من تطبيق التقنية النادي الأهلي ليس عايز يأخذ أكتر من حقه خالص فالنادي الأهلي ننتقل هنا لموضوع بكاري جسامة أن النادي الأهلي يريد أن يأخذ حقوق، يأخذ حقوق المشروعة، نادل إحلي جايب لعيبة بمئة الملايين المفروض عامل فريق كده الأعلى قيمة تسويقية في قارة أفريقيا يبدأ عنصر البشري ده موجود عنصر اللواء اللعيبة اللي هتنزل اللي هي تاخد بطولة أفريقيا دول موجودين إدارة بتطبق حرفياً كل ما يساعد الفريق على أنه يؤدي بشكل كويس تروح المباراة أبلغ بخمس أيام بتشوف كل الأزمات في أخطاء طبعاً فيه أخطاء ولو إحنا قلنا أنه مفيش أخطاء اللي إحنا يعني العملية معروفة فيه أخطاء بس كل اللي هي بيعالج أخطاءه سريعاً كل الملفات بيعالج فيها أخطاءه سريعاً وبالتالي لما تكون أنت وفرت كل العناصر ويجي عنصر واحد يهدي لك كل ده لابد أنك تاخد بالك وهو ده أعتقد أن هي ده تحركات وهو ده الإطار اللي كان بيدور فيه تحركات النادي الأهلي خلال الساعات اللي فاتت طيب بعيداً عن ده وباي أردو بكاري ده جسامة آخر مباراة حكمها بشكل قوي فيه أفريقيا هي مباراة الوداد والتراجي مباراة شهيرة اللي حصل فيها المشكلة والبطولة من اللي فاز من اللي ما فازش والتي توصف دور الأبطال يعني بعدها بيجي أول مباراة للنادي الأهلي يعني هنحط ده جنب ده مع الزكرة الساعة لبعض جماهير أو كل جماهير النادي الأهلي لبكاري دي جسامة في حالة عدم التوفيق اللي كانت ملازماء في مباراتنا الأهلي ما تكلمش زي ما أنت قلت ما تكلمش على سؤنية أو غيره هل ده يضع عليه ضغوط وهو داخل المباراة؟ يضع عليه هو ضغوط نفسه؟ أيوة لا هو الفكرة بصه مرسيمان يتكلم في الموضوع ده وقال أشاد بي وأشاد بي وهو فكرة هو رجل ذاكي شوية ذاكي في التعاون شوية وذاكي في تصريحاته فيه ناس بيقول ان هو بنيمك لهو ليه أهداف معينة من كل تصريح بيقوله خلاص فهو أشاد بتجربة بكاري جسام وبتجربة واتفار salute معا لكن النادي الأهلي اخو بألك لحد اللحظة الفكالمك فيها ما فيش ولا تصريح راسمي طلع من نادي الأهلي إنه بتكلم عن بكاري جسام صحيح يعني مسامين يتكلم عن بكاري جسام الجماهير لا تكلمش عن بكاري جسام لكن الإعلام والجماهير وده عنصر مهم جدا الجماهير النادي الأهلي من أول ما طلع في يومين أو تلتة يوم وهو كان الترند فيه على تويتر وده على الفكرة عنصة مهم جداً وهو بيوصل على الفكرة بيوصل أن لما الحكم يعرف أن فيه جمهير معينة عارفة أو فيه معتقد عنه ومش هقولك أنه يحاول يصححه لكن اللي أنا شايفه اللي ممكن يحط رقابة شوية ويخليه يتراجع عن أي فكرة تانية أن في الفيفا اختار وقيل اختار 20 حكم لإدارة المباراة المهمة في أفريقيا للقضاء على شبهات الفساد ومقار ذلك ويقال أن بكار جسامة واحد منها وبالتالي هنا الرقابة بتخضع للفيفا في المقام الأول طبعاً معروف المرفات الفساد المفتوحة داخل الاتحاد الأفريقي والأزمات الدائرة ما بين الفيفا وما بين الاتحاد الأفريقي وإن الاتحاد الدولي إيده فيه اللي اتحاد الأفريقي وكل الأزرع فيه دلوقتي علشان يشوف الفساد رايح فيه وجاي منين لكن ده برضو جزء من الأجزاء اللي اتكلم عنها جانا نفينتينو في تقريباً كان في الاجتماع اللي كان في المغرب وكان يوم مباراة الهلل السوداني وده كان مباراة أدى فيها ردوان الحكم المغربي ردوان جيد أدى فيها مباراة ممتازة بالمناسبة عشان كده في التوقيت ده هو صرح تصريح أن فيه عشرين حكم تم اختيارهم أعتقد أن بكرة جسامة منهم أعتقد وبالتالي لا فيه ضغط مش ضغط فيه ترقب جامع هيري ترقب من الناد الأهلي ترقب من الفيفا ترقب من الكاف على حكم معين فما أعتقدش أن كل العيون دي تكون عليك بالشكل ده ويكون فيه شبهة فساد أقوى ما إلى ذلك والمفروض ده بقى اللي يتم نقله للعيبة خد ده لك فيه لقطة مهمة جداً حصلت في مباراة الأهل وصندونس في الزهاب الناس اتكلمت عنها بس أنا شايفها بشكل مختلف لقطة احتزاب ضربت الجزاء ومسيماني مع الناس بتقولك الروح الراضية وكل ده على العين وعراسي ده اللي كنت عايز تقولك لا لا كل ده على العين وعراسي نحطه في النقطة دي التعامل النفسي هناك ومع بعد ضربة جزاء بدل الاعتراض اللي أناه بيدحك وبيهزر وبينقل وهنا رايحين برضو هنا في التعامل النفسي ده هي ده النقطة اللي بكلم فيه كلمني بقى على المسيماني النقطة دي هو أكيد المدير الفني عايزين أني لعبته خلاص حتى لو أخسرتين صفر كفاة كده اعكس الوضع لو مسيماني والدكة بتاعته اعترضت ووقف المطش واجمهيري اللي موجودة اعترضت ولمطش تكهرب زم ما بحصل كان فريقه ممكن يخسر ثلاثة واربعة ليه؟ هو عارف لو الفرقة بلغة الكرة فكت منه بعد ما اعترض بشكل كبير على التحكيم خلاص الموضوع يكون خلص بالنسباله في مبارات السلح يعني بيوصل رسالة هابته وقتل الفرق معايا تركيزه في البقية المطش دي وجهة نظري دي وجهة نظري لابد ان احنا بقى نتعامل كده فيه كابتن يعني يتكلم مع الحكم لو في أي مشكلة تمام فيه قرارات شرعية تانية لكن لابد ان انا مخرجش بره تركيزي اطلاق خالص تبتلع في ظروف مختلفة اعتقد انك متعود عليها دلوقتي لكن مش عايز لاعب النادى الاهلي وهو في الملعب يكون في فكره بكاري جسامة لا انا عايز تفكيري وانا في الملعب انا اكسب ازاي اطلع من هنا بافضل مكاسب ازاي اطلع من هنا ببطاقة اهل النص نهاء ازاي ده مهم جدا وده مهم جدا ورسالة برضو للجهاز الفني كل لما هتحاول او تفكر ان محاولاتك بالثورة على التحكيم وده هينتقل برضو اللعيبة ايا كان انت داخل على حكم خلفيات تاريخية بالنسبة له مش مزبوطة وده ممكن يكون في دناغ اللعيبة او في تفكير اللعيبة فلو احنا عززنا ده واحنا كجهاز فني اثناء المباراة زودنا الاحساس ده ممكن الفرقة زي وده ده اللي احنا بتكلم على خبرات النادي الاهلي خبرات لعيبة النادي الاهلي شخصية وشخصية النادي الاهلي ونحن قدامنا اكيد 48 ساعة اكيد الجهاز الفني وصوله الكلام اللي بتكلم فيه ده لكن انا بتكلم من منطلق واذكر يعني انت المفروض خد بالك انت نادي ماشي في قنواته الشرعية واحنا كاعلام ماشيين في قنواته الشرعية بتكلم من منطلق والجامهير شغالة برضو مش ضغط ترقبه بتقول احنا اخديه بالنا واحنا مش هينفع ان احنا نحصل تاني لكن لابد ان يكون في حالة فصل للاعيبة النادي الاهلي لابطال النادي الاهلي جوه الملعب انا هخلص المطش كورة انا هخلص المطش لو بصيت على الجانب ده نفس القصة برضو اللي حصل من لعبة الترجي وفي مبارة الزمالك لعبة الترجي فكت زي ما قولوا بسبب ولعبة ترجي خبرات انت بتكلم في لعبة خبرات لكن اول ما هتركز مع الحكم الموضوع ده اختلف فانت مش عايز تروح مش عايز لعبة النادي الاهلي تروح للسكة دي انت ركز في الملعب هي دي الفكرة اللي انا عايز نقلها للعبة النادي الاني والجهاز الفني لازم لازم نتعامل مع الموضوع ده سيدا وحفيز لو دورك مهم جدا في هذه المبارة لانه كان بطل مبارة سانداونز في 2001 وبطل البطولة الافريقية رقم 3 وعلى فكرة شيء مهم جدا برضو انا بالنسبة لي سانداونز مع فريق زي باكرة جسامة افضل كتير جدا اني الاعب اي فرق من الفرق التانية المعروف عنها ان هي بتؤثر على الحكاية معروف الكلام ده لكن انا بالنسبة لي سانداونز من الفرق اللي اتلع كرة طيب في نفس الموضوع يعني دي ده سؤال اعتراضي مش محتاجين حتى نغوص فيه وحسب ما تشوف يعني فيه تغييرات هامة او تغييرات هتحصل في اتحاد الافريق شينا ما بين التسريبات بتقولها بتقول كده في ضمن هذا الموضوع الاتحاد الافريقي حريص على صورته انه هذه المباراة او المباراة كلها تخرج بالشكل المثالي مش محتاجين مشاكل تانية بالبلد يعني صح؟ لا ما تحط تحطش في الحسابات؟ لا لا يعني انا شايف انه هو لو كل واحد بيتحوم حوله شبهات فساد وقف عن ممارساته هتلاقي الأمور بتختلف لكن عايز اقولك ان لا الموضوع مختلف هو كل شوية بيحصل فيه ملف فساد بتطلع ملف تاني بتجر ملف تالت بتجر ملف رابع والمشكلة انها مش قديمة بتلاقي ملفات جديدة يعني المفروض ان الكلام على فساد الكاف او وجود شبهات فساد الكاف موجود من قديم الأزل وبتم التوارسه مفيش 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 بوقت بتحس تقولك وقف الأمور لا مش شايف ده مش شايف ان ان المباراة هي او مباريات هي اللي هتخلي الاتحاد الأفريقي يوقف عن تفكيره لو كان فيه لو كان فيه وده هيبان الفترة اللي جاية فيتحقات من الفيفا الشجاية نفس الموضوع انا اقصد انه الحرص الكافي انه مباراة تخرب بالشكل الأمسل بدون مشاكل زي مشاكل فبالتالي يبقى فيه ضغوط على حكام دي حاجة انا واحد من الناس مقدرش اضمنها من الكاف تحديدا ده حقيقة تجيبها وراها كلام كتير اه طبعا لا مضمنهاش من الكاف تحديدا يعني يعني السوابق بتقول كده السوابق بتقول كده نتمنى وصلت لموضوع السوابق؟ لا الحاجات اه طبعا ما فيه ازمات فيه ازمات في الكاف محروفة هو فيه اكتر من كان قاله تقريبا سعيد الناصري اه رئيس الوهداد المغربي وقال ان هما وعدوني ان انا افوت الناصر ده عشان ياخد البطولة السنة الجاية ده مش تم ترد ان نقبل بالقرار مقابل البطولة السنة الجاية مش كلام ده تقال في الاعلام هو فيه ضخام غير نر الجامهير نفسها دلوقات كله الجامهير انا بقى قال لك نبض الجامهير اللي موجود على السوشال ميديا وقال لك احنا بحاسين او كل ده ناحية توجيه البطولة ناحية سكة معينة اللي كان بتتقال قبل كده جبت سيرة الوهداد الوهداد والنجم المنافسين المحتملين مش هروح بس يعني ان انت جبت سيرة الوهداد فلازم شايف شكله شايف شكل المباراة دي ازاي اصابنا يعني ده خط سيرنا ان شاء الله في حالة عبور ان شاء الله شايف الوهداد والنجم ازاي مع تأكيد انه مباراة الوهداد قد تكون قد تكون بدون جامعير ده شيء ممكن يسهل امور جدا عن اللي ده حقيقة لان الفرق تونس والمغرب بيكون الموضوع قوي جدا جامعيريا او بيزيد قوة الفريق بتاعه جامعيريا لما يكون الجامعير بالحجد الكبير ده موجود وشوفنا الوهداد وشوفنا جامعير الرجاء بتعمل ايه وشوفنا جامعير الترجي بتعمل ايه ولا الموضوع ان شاء الله بس احنا انا مش حابب ان انا ابص على الخطوة دي انا عايز بس اركز على مهمتنا الصعبة نقطة مهمة جدا وانت احد ابرز الناس اللي بتتكلم بشكل عقلاني على السوشال ميديا اعمل قناة كويس على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم بشكل عقلاني للناس لان احنا محتاجين اصلا هذا النوع من الاعلام بشكل كبير فترة انت ازاي شايف ازاي نواجه السوشال ميديا في دعم فراقها بكلمش على اهلي بس كمان الاول بكلم على المنتخب الوطني بكلم على الزمالك حتى في بطولته وجماهيره ازاي نوجه هذه الجماهير انها تكون داعمة او تكون حتى منتقدة بشكل انتقاد ايجابي بحيث انه ما يكسرش من عزيمة اللاعبين اقول لك الحاجة انا شايف ان اكتر طرف مظلوم على مدار السنين اللي فاتت في حالة الانقسام الجماهير اللي احنا فيه دا هو المنتخب صحيح اه فقط جزء كبير جدا من الشغف الجماهير بيه وده مش تقليلا في الوطنية قد بالك لكن الظروف الكتير اللي كانت محيطة بالمنتخب والمشاكل اللي كانت بتصدر للناس على المنتخب زي ما بقولك ان فيه ناس بعض الناس انصرفت ليه الاندية بتاع او ان غلقت على الاندية اللي بتشجحها بعض الناس بتشوف قضية مهمة جدا طبعا شكرك على اثاريتها لانه فعلا فعلا ده نقص خطر بعض الناس بتشوف او بتفكر او بتوجه تفكيرها ان ده ممكن يكون تفكير انتقامي من اتحاد الكورة وانا اقصد التشبيه انتقامي من اتحاد الكورة بمعنى ان الفريق او المشجع اللي بيشوف ان اتحاد الكورة جاي على الناديه فبعاقب اتحاد الكورة في شخص المنطقة وده طبعا وده تفكير بعض المسؤولين اكبروا انا مش هتهم الجماهير لكن انت جزء جيد جدا محاباتك وظلمك وصلنا للمرحلة دي وصلنا للمرحلة انك لا انا انا هشجع انا رتاعي وده ده صعب جدا كمان نقطة مهمة جدا انحزال المنتخب عن جماهيره ما فيش جماهير فكل ما بتبعد الدنيا بتبعد خط بالك الود بيتقطع بص فيه مطشاط دايق بالنسبة للمرحلة النادي الزمالك يوميا كل يومين تكون كل تلات اربعة مبارك فيه تحدي فيه ود ود من جماهير وفريق حالك المنتخب تحس ان فيه حال الجفاء ليه؟ انا اذا اعلم اتحاد الكورة و اذا اعلم المدير الفني و اذا اعلم اللاعب واللي حصل في روسيا قفلت من ناحية و دخلت و شايف ان دور من ادوار اتحاد الكورة اللي جاية لابد انك تعيد الثقة طيب اقول لك الحاجة الكابت الحسين البدري و اتحاد الكورة بيقولك احنا كل شوية لايه خبر عايزين اربعين الف متفرق في المطش اللي جاي اعرفيه عايزين خمسين الف متفرق في المطش اللي جاي طيب لو فتحوها مش عاير هتلاقي كام واحد مش عاير حقيقي فعلا مش عاير هقول لك اهلا هتلاقي كام واحد وهتلاقي كام واحد يروحي فعلا يدفع تمن التذكرة عشان يتفرج على المطش انا عايز السؤال ده وكمل لا اه هاليجابة هوا احنا بنتكلم دلوقتي بفكرة انت وصلت الناس ان هي تماما اخبار المنتخب اخبار المنتخب و ان الناس كتير مش عارفة اهمية المطش اللي جاي وهمية المطش اللي جاي و ان المنتخب اصلا عنده مطش امتة وفقاني تصفيات بص التعصب اللي معالي و وزير الرئيوة دكتور اشف صبحي حسوا وشايف ان الموضوع حلوا في لجنة من الحكماء وطبعا ده هنتكلم فيها لا الامور المو متشاعبة احنا الاسف الاسف كل القائمين على المنظومة مش واخدين بالهم ان الموضوع يوم عن يوم بيتسرسب من ايديهم ويروح في سكك للتعصب وسكك لا تخدم الرياضة المصرية واني احنا دايما عمين نفكر في فكرة لجنة تجر لجنة تجر لجنة تجر لجنة تجر ثم القوانين ما هي موجودة هو ان لما يجي شك اللجنة ولا يجي تكلم في لجنة هتطلع ايه؟ هتطلع على توصيات توصيات لا تتمتع بأي قوة طب انا عندي قوانين مش هما طبق القوانين اتدور على التوصيات هي سؤال مش هما طبق القانون اتدور على التوصيات احنا الناس كتير جدا بتتكلم ولجنة الحكماء اللي بتشكل او تم تشكيلها دي مهم ليه مهور موجودين في الفضائيات وبيقولوا وحضرتك موجود في الفضائيات وبتقول وانا موجود في الفضائيات وغير 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 بيتكلم وبيقول وبيستشير وبيقول وبيعيد وبيدي حلول وبيدي استراتيجية وبيدي طرق فين التنفيذ؟ مهم مش فكرة انا كل شوية بقول انا هعمل مشروع لعودة الجمهية طبعا ان شاء الله بعد ما اللي وبقي يروح بإذن الله يعني ان شاء الله ما يجلناش يعني ان شاء الله بإذن الله أنا هعمل مشروع صحوه مو مشروع بيجيب مشروع بيجيب مشروع احنا فين؟ هي قليات التنفيذ الموضوع مش مجرد ورق انا بكتب فيه الرشتة بتاعتنا ايه؟ أبداً خالص بسألتكش ان انا فعلا الرشتة صعبة ايه لا احنا مش مولا انا بقولك انت اتكلمت طب انا عايز اجترتب اللي هقولهو لك ده بالترتيب اللي انت قلته هدهو لك وانت هتبهولي اللي حصل الوضع العام اللي انت تتكلم عني دلوقتي الخطير للمنتخب المصري الخطير للمنتخب المصري وتشجيعه اسبابه لا تتبقى لنا ما حدث في روسيا بالترتيب كل الاسباب دي اسباب اللي انت قلتها ما حدث في روسيا من المسؤولين المتعصبين التعصب الجماهير عموما الجهاز الفني لمنتخب مصر ده أربع حاجات رتبت الأربع حاجات دول بص ولعيسة تبعد منهم حاجة تبعد قبل ما تكلم في الترتيب لابد أن نحط قاعدة معينة أن أكيد الجماهير لما بتحس أن المتخب في أزمة بتقف معي وما بتحس أن المتخب محتاجها أكيد بتقف معيها وببا فيه مئة ألف وببا فيه قتال يعني مش قتال معنا كمية قتال لا فيه بحث عن التذكرة في كل الأماكن عشان يسندوا يؤذروا المنتخب لا لكن زي ما بقولك كل الحاجات اللي احنا بيتكلم فيها ديت خلت الناس شوية تفكيرها هيبت عن المنتخب خلاص عارف انت زي ما بقوله الناس المنتخب تقصد اللي حصل في كاس أمم أفريقية كانوا عايزين مصر ولا المنتخب تفرق مين اللي راحوا لكاس أمم أفريقية كان راحين يشجعوا مصر في صورة المنتخب أطبعا ولا لعب المنتخب في صورة مصر هو لعب المنتخب ما كانش يخلي اي حد اي اتنين مشين في الشارع يدخلوا يشجعوا لا طبعا مصر لا طبعا مصر مش طريقة لا طبعا مصر وشكل منتخب مصر والبطولة عندي وان البطولة تنجح وبطولة نجحت على فكرة حتى بخروج منتخب مصر كان بنجاح أكبر بكتير لكن أنا بقولك انت بتسيب الرواسب بتزيد كل يوم عن يوم واللعيبة وبتفضل بقى تفضل لما الأمور تبدأ تبوز تفضل تشخن في الناس إعلاميا وإحنا معاك نفضل نزق إحنا فين الخطة اللي احنا شغلنا حاليا مفيش ولازم برضو بقول لناس ان المنتخب أبوه مش اتحاده كورة انت أبوه طح انت انت اللي راعي للمنتخب انت المشجع المصري اللي راعي للمنتخب انت اللي هتبقى قاعد مبسوط المنتخب بلدك هو اللي بقى في المنطقة دي اتحاده كورة للأسف للأسف هو اللي بيحصد نجاح المنتخب حتى لو هو ما خططش ليه اه تمام واحيانا كتير مش هو اللي بيحصد إخفاق المنتخب احنا اللي بنحصد برضو تعاين من أعصاب ناوه كبرنا إقوالة زي ما حصل كبرنا إقوالة وسطاود ده ده أقصى كبرنا إقوالة وسطاود بنفضل بنضوه في نفس الدائرة بس فقا عايزين مش هاي استرتب الحاجات كلهم وحق كلهم مش كالصروب لا حسب الأهمية ما كلهم صحيح أسباب حسب الأهمية لا هي حاجات متقسمة حاجات مع بعضها كلها هي تراكمات أصلا تراكمات شوفها لأقول لها الكلام ده بس ممكن خلال الفترة اللي جاية إعلامية نشتغل كويس على دور على وضع المنتخب فين الإعلام بقى فين الإعلام من شرح وضع المنتخب وتحفيز الناس من المنتخب هقول لك اه طبعا احنا عندنا أهلي وعندنا زمالك طب ما احنا في قناة الأهلي هو عندنا أهلي والأهلي بعد بكرة بتكلم بس برضو بنتكلم على المنتخب برضو بنقول المنتخب ما في النهاية المنتخب ده ممتخب الأهلي وممتخب الزمالك وممتخب كل حاجة اه احنا بندي بنقول اهتمام كبير جدا للمهمة اللي بعد 48 ساعة لكن احنا برضو نادي الأهلي وقناته لا جزء لا يتجزأ من المفروض المهمة اللي بتقوم بيها ناحية المنتخب ناحية اتحاد الكورو ناحية كل حد طيب نختم بقى المنتخب ب آآ توجو مين؟ توجو آآ مين ديعت الرضاية ولا ما سمعتش حقيقة؟ لا 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 ما خدش بيها يعني ما سمعتش بس يعني مش عايز تعترض لا 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 اعترض عليها لا طيب شايف مباراة المنتخب ان شاء الله في نهاية فيها تشار مارس النهاية تشار الحالي شايفها ازاي آآ وشايف المنتخب ازاي بعد اللي انت قلته كله هقدر لك اشايفها ازاي لما ان الناس تقول لي وضعوهم ايه مع صلاح دلوقت يعني وضعوهم ايه مع صلاح دلوقت حل مشكلهم مع صلاح واصل حاجي يعلم من مطش هو هلقا وهي جي قابل لم تطع حسن بده اعلن النهاية ماشي حلو المشاكل يعني ايه قل لي ما هي بقول لك انا ما عارفش لا ما عارفش يا انت جاين عشان هتقول لي الناس هتقول هو المنتخب صلاح ما انت شفت المنتخب الفترة كلها من غير صلاح عامل ازاي؟ طب انت تعتقد انه هيجي؟ او المفروض انك.. لا لازم هيجي لا مفيش حتى.. مفيش نجي او هيجي كصلاح ولا هيجي بجسم صلاح ولا بعقل صلاح وقلب صلاح زي ما كان بيجي زمان لازم ان شاء الله نتمنى ان ده يحصل لكن لابد ان كان او لابد ودي مناشدة المفروض وكده لابد ان الجهاز الفني للمنتخب يعمل على انه مش صلاح بس هو المنتخب ما هو الجنيني راح وبس راسه؟ بس عمر الجنيني؟ ما هو مش الامور ما بتحلش كده بتحل ازاي؟ مش قاعدة عرفية ولا جلسة قاعدين على المصطبة بنحل تعال بص راسك وتعال بص راسي لو في اتفاقات وتحط بص صلاح طب على نفس السياق ناس في المواطع على نفس السياق حسين بدري راح في مطش أرسنال تحديد حضر المطش لم تسرب اي صورة ولم يسرب اي شيء بعد الاجتماع مع انه طبقا اللي انت بتقول عليه انه كان لازم يتسرب يا عاجب هو ليه اصلا احب انتكلم عن موضوع انه يتسرب هو ليه اصلا لا لا هو ليه اصلا العلاقة دي مش بان لها ملامح اصلا هو ده طبيعي اصلا هو ده طبيعي انه يكون عندي نجمة عالمي وانا اتحاد كورة وانا بودري فين المنتخب مش عارف حجم العلاقة بين التلاتة دول ايه هو الطبيعي انه يكون فيه اصلا مشاكل مستمرة بالشكلة ده هو الطبيعي ان انا اصلا عندي لعب محترف او برند عالمي المفروض مش عارف اتعامل معه لحد دلوقتي هو طبيعي مش طبيعي علشان كده حلوك انت بتسألني بتقول لي اللي تسرب ما احنا بنتعامل مع الموضوع انه هو التسريبات فيش علاقة واضحة مفيش كلام واضح في الموضوع فبالتالي احنا للأسف كده اقول لك بتفضل نفس الفكرة اعادات العرب والجلسات العرفية وشيلني وشيلك هو كده هي دي عقلية تروح شوية للعقلية المشجعية وحاجة اقول لك الحاجة احنا احيانا نسعب بنغلط بكلمة عقلية المشجعين لانا بتعامل كثير جدا مع عقلية المشجعين ده فيه يعني دول يديروا بصراحة لانا عندهم فكر وعندهم قراء وبشوف القراء وعمل ازاي احيانا بقراء ناس كثير جدا تخطى رأيك انت شخصيا ولازم انت تكون معترف بده واذا كان فيه اسراء لفكرك اصلا بيكون من كتر تعاملك مع الناس وتشوف رأي ده ورأي ده ورأي ده سنغال بطل العرب شايفها مش مستغربة طب ما هو بص في كوبة امريكا اليدانية في كوبة امريكا بيجيبوا منتخب وبيلعب ومعنى بطل العرب ده يعني بطولة شرفية يعني مش حاجة يعني حاجة يعني حاجة يعني حاجة يعني وان هي ده بس انا استمتعت باصارة يعني الوقت معك بيجري بسرعة بس انا استمتعت باصارة المشكلة اللي انت اصرتها بتاعت المتخب الوضع ده لازم صحيح جدا لانه فعلا هي ازمة ولابد ان نعمل عليها الحلة يا ريت اخيرا بقى شايفه ازاي شايف المبارس ازاي شايف توقعتك انت الشخصية الشخصية هتمشي ازاي المباراة اي نتيجة انت شايفها عشان هنتقابل مرات قادمة وهقول لك ده او انا دايما متوقعش نتيجة بحد ذاتها لكن انا دايما براهن النادي الاهلي ولما كنتش طراها على ندي الاهلي ممكن طراها على مين هي ده الفكرة كلها مين ممكن طراها عليه قد ما ممكن طراها على ندي الاهلي فدايما الندي الاهلي يكون حاضر ودايما الندي الاهلي هو المرشح لائى المشرح الاول لائى بورطالة بشارك فيها فان شاء الله ندي الاهلي يحقق نتيجة ايجابية وويدر يعدي ويوصل للنهائى ويأخذ بورطاطة إن شاء الله طيب ست ايام او أنت قلت خمس ايام exercise كل المرض لخمسة ايام وانا اتا قديهم على صواب عدتهم ست ايام انت ليت كل يوم ده هما ماشيين ماشيين بدقة في الناد الاهلي ست ايام هتفرق حضورة 1370 متر اتفاع 4000 قدم ده طبعا فيسيولوجيا ويعني والساعة البيولوجية لازم طبعا ده معمول حسابه يعني هتفرق ده مع الناد الاهلي في الاداء يوم اله طبعا بلا شك طبعا انت خلاص انت بقيت من 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 الاهلي يعني زي ما اقولك من اهلي المكان يعني انت خدت اقليمت على الاجواء بشكل كبير انت وقلت لك قلنا في الاول ان ده خطأ كان في البطولة او في المباراة الماضية تم تدركه فاعتقد وهيبان ان شاء الله في الاداء اداء لعيبة المنتخب وانت بتلعب مع فريق انت كنت بقابله من اسبوع فريق مش غرب عليك وكسبته تمام اكيد لازم يتكلم واكيد الجهاز الفيلي يتكلم فيه تخطي حاجز نفسي من الملعب ده بس كويس جدا انه معظم فيه لعيبة كتير جدا هتلعب بوراه هي اللي كسبت اخر حاجة في دماغها انا اللي كسبت ساندونز انا مخسرتش منه في الملعب ده فده مؤشر ايجابي وعمل ايجابي من ضمن العوامل الايجابية اللي النادي الاهلي خد بيها واخد بالاسباب وان شاء الله التوفيم عند ربنا والنادي الاهلي يقدر يحقق المطلوب باذن الله شكرا جدا السياس خالي يتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق كل يوم خميس بيبقى معدنا مع السعيدين والسعيدين قبل مباراة مهمة جدا فزي ما بقول لكم دايما ان شاء الله ربنا يجعل ايامكم سعادة لكن محتاجين كمان سعادة يوم السبت فكريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورا هيشتغل معاكم شغل كويس قوي وهتعرفوا تحركات وتعرفوا تاكتكت بتاعة المباراة مع محمد سعيد زميلي المتميز في فقرة ان شاء الله كلها فنية وكلها سعادة بشكركم بس هنطلع دلوقتي التقرير مع الشيف محمد الدالي النادي الاهلي واخد معه شيف واخد معه دكتور تغزية شيف محمد الدالي لقاء مع فاروق صلاح وبعده على طول محمد سعيد وكريم سعيد اما انا فاستودعكم في امان الله كل التحية لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان زي ما تعودنا دائما من النادي الاهلي النادي الاهلي حريص في الرحلات الخارجية على استحاب الشيف الخاص بفريق النادي الاهلي الشيف محمد الدالي محضر كل الاطعيمة ونشوف الشيف محمد محضر لنا النهاردة شيف محمد برحب بحضراتك على شاشة قناة النادي الاهلي قول لي محضر لني على عشاء النهاردة اهلا سهلا فاروق يا مرحب بقناة الاهلي الحمد لله احنا النهاردة بالنسبة للنهاردة بدأنا بقى نقلل أنواق اللحوم ونقلل برضو نسب الدون بما فيها يمكن حتى في الجبن برضو معنا الدكتور عبد الرحمن طبعا ومنصقين العملية مع بعض ونحاول ننفذ طبعا حاجة دون قليلة نشوف حاجات نشفة لعوم نشفة مشويات بطراتس برضو رصف الفرن حاجات من القبيل داي شيف محمد النادي الاهلي حريصي على استحاب طبيب تغذية دكتور عبد الرحمن مع حضرتك أكيد فيه تنصيق بيتم من نوعيات الأكل للسعارات الحرارية الأمور داي طبعا طبعا بننصق مع الدكتور عبد الرحمن واللي هو بيقول عليه احنا بننفذه بننفذه طبعا في المطبخ وبيبعنينا حرصين بالزادة في الرحلة دي علينا في كل حاجة سواء حتى في الفك بنبع حرصين عليها في حرص شديد جدا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ما والأكل داي برضو وسيلة من وسائل أو ميزة في نادي الاهلي ان فيش فريق بيعملها غير نادي الاهلي من سنين طويلة عايز اسألك عن نقطة مهمة جدا واعتقد هي نقطة معتادة وحنا دايما متعودين على العابة النادي الاهلي لان دايما في التزام العابة النادي الاهلي التزام بمعيد الطعام التزام بنوعية الأكل ما فيش حد يعني ينظر العب يلتزم بكل الأكل الموضوع اه طبعا طبعا دي مش عايز ان نقاش بصراح هم ملتزمين يعني بيخش يفتح البوفين نفتح لهم البوفين بيأكلوا كل حاجة موجودة هم مش عارفين البرنامج هم بيفاجوا مثلا احنا حطين لحاشة النهاردة بيخشوا على عاش ملتزمين جدا ومفيش حد مثلا بيحب مثلا حاجة نقول له لا اي خلاص هو اللي معطوط بيأكلوا وبيبقوا محسوط ومسترح نفسيا ودي ميزة حلوة في لعبة النادي الاهلي عندهم التزام من ناحية الوفين حتى تعلمات دكتور الأغذية بينفزوها مفيش خلاف دي بصراحة عايز اسأل حضرتك يا شيف محمد خلاص موعد المباراة بيقرب نوعية الأكل اللي بيكون موجود يوم المباراة او بيستحسن يفضل للنعبين يوم المباراة اه طبعا يعني يوم المباراة ان شاء الله بأمر الله يعني اللي هو الغدى بالزاد نخلي بالك ان المباراة في ثالث عاصر انا في طويل العاصر او التغيير بقى العاصر بقى في كزا رحلة بنختلف لكن احنا عندنا الغدى ساعة 11 ونص فالهضم بياخد من 3 ونص الاربع ساعات فاحنا بنغدي 11 ونص 11 ونص ده بالزبط كده مش نعب النامج ده من اول الرحلة هيبقى الغدى خفيف هيبقى صدور فراخ فقط مكرونة ايز بكتي مع سوس خفيف سوس نابوليتان خفيف هنعملهم كريب ان شاء الله برضو دكتور عبد الرحمن قال لي عملهم كريب برضو كريب مفيد وفاكهة وشاي وحصائر بس يعني فيش بقى رز ولا خضار ولا الكلام ده كل عايز اسألك يا شيف محمد يعني بالنسبة لك حضور الاهلي مبكرا الى جنوب افريقيا هذه الهذا من الارتحية اكتر في تجهيز وتحضير الطعام وايضا يعني تأسيمه على مدر الايام الاهلي باثة الاهلي مقيمة فيها هنا في جنوب افريقيا اه طبعا طبعا بالنسبة بقى الفترة طويلة طبعا اخدنا واخدين سبع ايام فادانا برضو الاتحية في التنوية وفي التشكيل ولان احنا اخذين حاجة من عنده احنا جايبين حاجة من هنا مش جايبين حاجة معنا من مصر فدي برضو راحتنا وبنحاول ننسق العملية طبعا وبننظمها عملية التنظيم لانا سبع ايام بوفيه في طار غدا عشرة طول فبنحاول نخلي اللعيب برضو مزهقش يعني بننوع له وبنشكل وبنحاول ندلعب عايز بقى اكلم المشجع الاهلاوي محمد الدالي هنخرج من المطبخ خالص وكواليس المطبخ وكواليس الاكل المشجع الاهلاوي محمد الدالي بيتمنى ايه من المباراة ويقول ايه للعيبة وكلمة من القلب لكل اللعيب ولكل جبار النادل اهلا احنا بنقول للعيب انتم ابطال طبعا ان شاء الله هتشرفونا ويمكن يوير بنكلبه ونهزر معهم والعمالي احنا مرتعين جدا هنا وبإذن الله بأمر الله عز وجل هنكسب نتيجة ايجابية بالنسبان لأمر الله هنصعد وبأمر الله هناخد البطولة ان شاء الله ده امنا من اول اول ان في البطولة وحنا عايزين ناخد البطولة مش جيين عشان الماتش هنا لا احنا جيين نكسب وناخد البطولة كمان ان شاء الله بإذن الله ونفرح جميع النادل اهلي وجميع المصر كله بأمر الله اشكرك يا شيف محمد وبالتوفيق ان شاء الله للنادل اهلي لا فلو تحت امرك الله كريمك ربنا وفعنا رب ان شاء الله اعزائي مشاهدوا متابعة شاشة قناة النادل اهلي ده كلقانا مع الشيف محمد الدالي الشيف الخاص بفريق النادل اهلي تكلمنا على نوعية الاطعمة تكلمنا على كل الترتبات الخاصة بتغذية لعب النادل اهلي زي ما قلت لحضراتكم الجميع هنا يعمل الجميع وصابق الزمان من اجل يعني توفير كل صبل الراحة لعب النادل اهلي ان شاء الله نرجع للقاهرة ان شاء الله ونرجع لماصر ان شاء الله مكللين بالانتصار ومعانا تذكارة الصعود لمبارات نصف النهاية اتبقى فقط دعوات حضراتكم وتوفيق المولى عز وجل وان شاء الله بالتوفيق لفريق النادل اهلي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقرة الحوارية الثالثة او الثانية والاخيرة من برنامج الاهلي الليلة في ختم هذا الاسبوع وخلاص زي ما انتو تعودتم معنا كل يوم خميس وقبل انطلاق المباراة الافريقية او المباراة القادمة بالنسبة للمشوار المحل حتى للنادي الاهلي هتتعودوا معنا ان يكون في فقرة فنية سبتة والفقرة الفنية مش في التفاصيل الفنية او شغل التاكتك اللي في الملعب لا ده فيه ارقام واحصائيات وفيه امور مهمة جدا عرضها عبر شاشة قناة النادي الاهلي لكل المشاهدين في كل مكان المشاهد الاهلاوي او مشاهد المتابع حتى للكرة المصرية بشكل عام مباراة سانداونز والاهلي لقاء الاياب ان شاء الله يوم السبت الجاي في استعد لوكا الساموريبي في اياب الدور الربع النهائي مباراة مهمة ومباراة فيها تفاصيل فنية لن تختلف عن الشكل اللي كانت فيها مباراة الزهاب اكيد فيه تفاصيل واكيد فيه جزئيات صغيرة واكيد فيه شغل تاكتك فني بالنسبة لريني فييلر وبالنسبة لبيتسو موسماني المدير الفني لفريق سانداونز لذلك في هذه الفقرة زي ما انتم متعودين معنا هيكون نضيفنا فيها بشكل دوري وبشكل مستمر الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا قورة والمحلل الفني الأستاذ كريم سعيد وإطلالة حول هذه المباراة وايضا كمان استفادة مباراة الزهاب وازاي نادي الأهل قدر يكسب اتنين سفر وازاي يقدر يشتغل على مباراة العودة كريم اهلا بيك ومن نور الدنيا اهلا بيك يا محمد ومساء الخير لكل مشاهدي قناة نادي الأهل طبعا الناس بتستنى الحلقة دي كل يوم خميس لان اللي عملنا الاسبوع اللي فات نعم بصراحة بأمانة يعني شابو كل التفصيلة اللي قلتها على فريق سانداونز ظهرت من الثانية الأولى طبعا الحمد لله احنا بنحاول قد ما نقدر اللي سادة المشاهدين احنا ايه افضل الحاجات لعندينه طبعا المنافس بتاعنا عشان وانت بتتفرج على مباراة عافية محام برضو دايما انت بتتفرج على مباراة بشكل تحريب استمتع بيها بشكل اكبر مش فكرة بس نحام نتبقى طبعا اكيد كنا نتمنى فوز النادي الأهل في كل المباراة اللي عافية بس طبعا بتتفرج عليها وانت فاهم التفاصيل الصغيرة واخبالك حتى اعتقد ده بيأثر كمان في رأيك انت ممكن حتى بدون ما تدري تبقى مثلا مثلا الخمسة وربعين دي رأيك متضايق قوي 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 من اللعيب ايه ده يعني صفر صفر ماروحناش هم مرما كتير مش عافيني جيب جون ومستعجين عليه شفت التاني طبعا حنا جبناه متأخق نكسب تلاتة واربعة لأ في تفاصيل صغيرة لما انت بتعرفها اعتقد بتخليك يعني عندك ثقة اكبر باللعيبة عندك ثقة اكبر بالجهاز الفني وعارف ان هو بيشتغل وان انت فعلا ما بتلعبش لوحدك في منافس منافس قوي قوي جدا وعنده مدير فني محترم جدا 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 بيعرف اول حاجة يلعبنا بالتصريحات وبياخدنا في حتة تانية خالص وفي الملعب بنشوف حاجة عكس تماما اللي هو كان بيقوله ده اللي هنحاول النهاردة برضو نكمل كلامنا اللي احنا قلناها الخميس اللي فات وشفناه في مباراة يوم السبت وبرضو ناخد منها اطلالة على مطش يوم السبت الجاي ان شاء الله طيب نبدأ بيه مباراة الزهاب نعم ازاي قدر النادي الاهلي ان هو يقدي شوت تاني نعم مختلف نوعا ما عن الشوت الاول نعم وفي نفس الوقت قدر يقفل بعض مفاتيح اللي هم في الشوت الاول عشان يقدر يطلع بنتيجة تنسف تساعده على الشكل اللي ممكن يقدي به مباراة العودة شوفها طبعا بوجة نظر دي من المباريات اللي هتوضح للسادة المشاهدين ومتابعين الكورة دايما ان فيا حتى انت سواء كنت محب النادي الاهلي او بتحب الكورة بشكل عام ان فعلا ريني فياير مدير فني محترم جدا 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 ويشتغل على اضاق التفاصيل تفاصيل بسيطة وفعلا الراجل ده هو قاعد بيتفرج على الشوت الاول مش قاعد نايم لا ده هو بيحط بعض التنبؤات بيشتغل على بعض النقط ويبدأ يجرب بعض التجارب واو ما بيلاقيها ما مشيتش او ما نفعتش يبدأ على طول يغير ويحاول يصلحها اسواء كانت غلطة او مش غلطة التاني نحنا زي ما قلتلك انت بتعبش نفسك يعني في بعض الاحيان انت بتحط بعض الامور تتوقع حدوثها لان المضيف فني فعلا قبل المباراة هو الراجل ما بيعرفش احليس تمامش ازاي هو بيحاول ان هو يشتغل على بعض التفاصيل وبعض المعلومات يقف عن المنافس ويبدأ يحط عليها التاكتك بتاع او الخطة بتاعته بس فايلر فعلا من المديرين فانيني الجايدين جدا في شوت تاني وده نقطة مميزة ليه انك بتعرف ان هو شغال حتى لو عندي خطأ في الشوت الاول حصل بلحق نفسي في الشوت التاني زي مثلا مانش بلاتينيوم بلاتينيوم استرد كان في زمبابوي في الشوت الاول كنا مغلوبين 1-0 والحال كان سيء جدا وكنا قابلين حتى لتقبل هدف تاني والتالت في الخمسة وعندية الاولى فشوت تاني شفنا اداء مغير تماما وكنا احنا الاقرب للفوز لولا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش في الهدف التاني بس لعنا بشوت افضل وهي دي اللي احنا بنتكلم عليه فلما نتكلم على ماتش الزهاب واللي حصل هنا في القاهرة نشوف قد ايه ريني فيلر احنا عايزين اول نعمل مقارنة مهمة جدا جدا محمد نشوف ارقام سان داونز معانا في ماتش خمسة سفر تمام وارقامه معانا في ماتش اتنين سفر دي كابدية كده قبل ما نروح طبعا احنا النهاردة هنقدم وقبة تحليلية بالصور عشان برضو يبقى الناس معانا في الشكل مش بس صحة بنقول ارقام فهد دي رقم بسيط جدا ماتش الخمسة سفر اكتر لاعب في سان داونز صح كنا نعمل اتكلم عليه وقلنا هو رومانت ميزان والعمود الفقر الباكبون بتاع الفريق هو كي كان كي كان اكتر لاعب مع الفرقة دي بيستلم الكورة من خط الدفاع وحتى فقنا ان طريق موسيماني بيبدأ من عنده اونيانجو زي ودي دجلة بتبدأ البلدنج اوب بتاعك من عند الحارس واكتر التين بيبسكوا الكورة من مساكين بس كل دا استحوال سلبي مش مهم المهم اللاعب اللي بياخد الكورة وينقلها منقل الهجمة برافو عليك فماتش الخمسة صف تعالوا نبص كده على رقم بسيط كي كانة في ماتش خمسة صف استلم الكورة فوسط ملعب المباراة ودام ضغط النادي الاهلي والتلاث لعيبة اللي عدنا في فوسط الملعب وكل شي احنا عملنا استلم الكورة كان مرة تسعة وسبعين مرة في ماتش الخمسة صف استمام تسعة وسبعين مرة طبعا ده رقم خزوعة بالي جد في ماتش الاثنصف كي كانة كان بيلعب متواجد رقم تمام يا كابتن الفريق تمام وهو كابتن الفريق وراجل اللي عاد في منظومات الصحفي وكل الناس مركزة معاه كي كان استلم الكورة كم مرة في ماتش الاثنصف تخليك ادي رقم مثلا ممكن مثلا حوالي 35 مثلا كي كان استلم الكورة 20 مرة 20 مرة 20 مرة 35 الرقم اللي انت توقعته ده انا قلت النص على قبل مثلا اكتر لاعب في فريق سانداونز وهو زواني اللي طبعا لعب المباراة دي مش وينجا اللاعب في خط الوسط وكان مسيماني منزله شوية عشان يحاول يخليه بلاي ميكر وسب الكازي ويسيرينه هم اللي واخدين الشوك الهجومي قدام ملحقش أصلا هو استلم 35 مرة الرقم من تلوقات ده زواني استلم الكورة في المباراة كلها 31 مرة فده يبقى يليك بذبط بني فيلر اشتغل ان خطه وسط سانداونز ما يستلمش الكورة خالص بأرياحية ده ممنوع 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 تماما ان انت تفكر انك تنزل وسط الملعب وتستلم الكورة ده مش يحصل واذا حاولت تعملها في اول عشر دقائق وخمس دقائق حيتعمل عليك كبير جدا عشان اكبرك تلعب اللعبة اللي انا عايزها ايه هي بقى الكورة الطولية وده اللي يجاولي في شوط التاني وهم اللعبوا عليها حتى شوفنا الشوط الاول بيتسو موسيماني لعب عليها في فاولات الفاولات كان بيحاول ان هو يحط في الكاتزي من بين ياسي ابراهيم وهم يتولي او يسرقهم بفضل الصرعة طبعا هم طبعا اللعبوا مميزة جدا في الصرعة بصراحة احنا ما نقدرش ننفسهم في الصرعة اللعبوا كلها حتى نشوف كلهم في خط الأميم قصيرين بنفس الطول وده بيخليهم حتى منسجنين مع بعض فخايي برضا اقولك الرقم بقى اللي احنا ايه اكبرنا سان داونز عليهم نيلعب القرات الطولية في المباراة الواحدة وبتتكلم على فريق بيلعب اصلا كرة على الارض فتخيق كده مثلا سان داونز لعب كم كرة طولية 62 كرة طولية في المباراة الفريق ده في الخمسة صفر لعب كم كرة طولية 45 فده يوريك قد ايه ريني فييلر تحكم في مجريات المباراة بتسعين دي فقط بس كان عندنا مشكلة واحدة في الشوت الاول وهي دي اللي ممكن يعني تاخدنا ونروح بيها للصور اللي معانا عشان نشرح للصادة مشاهدي قبل ما ابدأ بالصور انت ركزت في نقاط مهمة جدا لان انت بتتكلم على فرقة مش هتكلم على نتيجة الموسم الماضي لا انت بتتكلم على فريق من اول البطولة لغاية مباراة الالف في الكوارتر فاينال انت افسدت لها كل الارقام وكل التكتك اللي كانت بي تبنيه طول البطولة في مباراة السادة القاهرة لو تتكلم خمس الفات لما انت كنت منتك كنت منتكلم على ماتش سان داونز والوذات ودو سابر وساعتا انت قلتلي بص يا كريم اوكي ماشي الناس بيلعبوا كرة حلو بس دو سابر راح جروب افريقيا يعني كان شايد خمس او ست العيباء ايا كان بس في الاخر سان داونز بيلعب التيكي تاكب تاعتو ببساطة كده ما اقول لسادة مشاهدين نتخيل كده مثلا ودي دجلة مع تاكيس ما شفناه خلال سنتين مثلا بيلعب الكرة دي وفجأة وردك ماتش الودي دجلة مع تاكيس جونياس قبل ما يمشي والفريق بيلعب اتنين وستين كرة طولية فانت هتقول ايه ده ده مستحيل مدير فني يغير التاكتك بتاعه مرة واحدة ماتش الوذات سان داونز برضو ما عملش هذا الكم من الكرات الطولية هو سواء كان هو قريدي مختارها في بعض الحالات يعني اكيد طبعا المسلمين يعارف ان النادي الاهلي وسط ملعبه تغير وجود لاعب زي أليو ديانج مدي الفريق ووركريت مختلف تماما ومدي الفريق حيوية مختلفة وبالتالي هيجي يقول للعيب بتاعته اوكي بص يا جماعة احنا اكيد هنعتمد على بعض الكرات الطولية لكن مش كل الوقت لانه اعتمدت عليها كل الوقت لو انا كمدير فني قاعد في قط اللبس مع اللعيب بقولونا جماعة عبصوا احنا كل التسعين دقيقة هنلعب كرات طولية اللعيبها نفسها تفقد الثقافية دي حاجة طبيعية جدا فبالتالي لأ هو في جزء هو اعتمد عليه في الفولات وفي الكرات اللي كان بيعني فيها building up من وراء لكن ضغط النادي الاهلي واسلوب ريني فيل في تقريب المساحات اكبروا انه يلعب كم هائل من الكرات الطولية يعني 62 كرات طولية دول مثلا لما نيجي مسلا نقول تخيل نسبة الكرات النكحة منها او النسبة النكحة متين وستين كم في المية عشرين في المية ده أقل من خمس خمس الكرات دي خمس الكرات دي هو نجح فيها يعني نجح يعني الكرات طلع استلمها استلمها برافو عليك لكن ما رحش بالجون او عال بها هجم وعدة مصر سانداونز خلال المباراة كلها ملوش بالفرصتين اللي تلعبوا ده الاولى في الصغرة اللي كانت عندنا في البداية المباراة وتلعبوا بسرعة وبصراحة هو فاجئنا بيها كانت لطيفة حتى تشوف فيه كورة ياسر إبراهيم لما تلعبت لوط الله حكوردر اه برفع ليك وهو قاعد فيها شوية وقال بعمل تاكلينج فظيع بصراح بس كد انت خلال بدأت تفهم التركاية اللي مسماني بيعملها في الهجوم هو بصراح عمل تركاية في الهجوم وعمل تركاية في الدفاع هوريها لكم في الصور نبدأ بعرض الصور اللي انت من كلاها عايز طلع بعد النقاط اللي فيها هايلايتس للتنفيذ الفان اللي حصل في المطر طب مهم جدا ونفهم ان احنا هات اه الشوط الأول كنا وحشين بس كنا برضو بنعمل اللي احنا عايزين ومسلا دي اول صورة معانا مت دقائق الصورة دي نواخدها من اول خمس دقائق عايزين في الصورة دي اللي اتنين اللي قدام اللي اماميين نشوف عقليتهم في الضغط اللعبة دي بتعمل ايه اللعبة دي رجعة على نص ملعبها بمعنى موسيماني ما كانش عنده اي نية انه يضغط عن نادي الاهلي في نص ملعب ناس اطلع بالكورة زي ما انت عايز الفريق هيقف اربعة اربعة اتنين واول اتنين هيقابلوك من نص ملعب هتلاقيهم دي ما بتضغطوش عليك سايبيلك برافو عليك بس بيعملوا ايه بقى بيحاولوا يرجعوا يقفلوا المساحات في نص ملعبهم انا مش هعمل عليك هاي لاين ديفنس انا مش عايز ويبقى تفتكر دي النقطة لحد لما احنا توقعناها كالطبيعية عشان خط وسط نادي اهل السنة دي مختلف عن السنة اللي فاتت مظبوط نروح للصورة للصورة التانية نشوف برضو لعبة ساند داونز ما زالت بتعمل ايه الف تفكير يا محمد انا عايز ارجع لنص ملعابي نشوف اتجاه الجسم عامل ازاي انا متجه على ملعابي مش هضغط عليك لما هليجي بعد كده نشوف بقى هو عليك سواء ندل اهل شكل مختلف دي الصورة بتاعت شكل ساند داونز في نص ملعبه اربعة اربعة اتنين زي ما قال الكتاب مرصوصين تمام فريق بروفاشنال جدا اللي عيبه واقفه صح كل واحد واقفه ملكازو ومديال مساحات جدا ونوط رحمه خبار دايما طريقة اربعة اربعة اتنين هي افضل طريقة في الدفاع اربعة اربعة اتنين بحسب الفيزياء اكتر طريقة انت بتقفل بيها كل مربعات الملعب فيش اي طريقة اخرى في الدفاع تقدر تقفل بيها قلب ملعبك الا بالطريقة دي بس مهم ان كل واحد يحفظ مكانه اوعى تسيب مكانه وتوح تضغط انك لو ضغطت في الطريقة دي على طول هتسيب جاب او فجوة ورق فالصورة دي بتورينا ان سان داونز لعب الاربعة اربعة اتنين قدامنا في الدفاع بشكل مميز جدا طيب الشكل اللي بعده نروح للصورة اللي بعديها وهنا نبص على ريني فيلر احنا بقى عملنا احنا ايه احنا دايما على طول بنضغط على حامل الكورة بالتمنتاشر في سان داونز من اين بزبرافو عليك من اين من عند التمنتاشر بتاعهم الامر ده وهي دي النقطة اللي رجعتنا للرقم اللي انا قلتقولك ان كي كان اكتر لعب كان بيستلم الكورة في الخمسة صفر بالتسعة وسبعين مرة بسبب الصورة اللي قدامنا دي ما قدرش يستلم الكورة غير عشرين مرة اكيد وده تأكيدا لكلامك قبل ما نخش للصورة اللي بعدها نعم ندخل للصورة اللي بعدها مروان محسن عمل مجهود بدني وكان ليه تأثير كبير جدا على خلخالة دفاعات فريسان داونز شوف مروان محسن الشوط الاول واحد من النجوم الشوط ده بصراحة المجهولين ليه بتتكلم على اجهاد شديد جدا جدا لدفاع وبصراحة اذا كان دي يانجي نزل وعمل الكام سكيل اللي عملها في راكلة الجزاء ده بصراحة عملها برضو وانت بتعملها قدام دفاع منهك من الشوط او ربما باتجي اصدق باتجي انا قاسب اه باتجي طبعا انا في حتة في حتة اللي اتنين قاليهم بصراحة باتجي ادر ان هو ياخد يكلفة تلات لعيبة طبعا بصراحة جهد اللي عمله اكيد طبعا واجيه طبعا طي الشكل اللي بعده نروح للصورة اللي بعدها ونشوف ان الاسلوب اللي عامر ده اكبر سانداؤنز انه يعمل ايه يلعب الكرات الطول ايه انت ببص تلعب الكرة عالطرف وخلاص هيستبت عن منطقة جزاء بالزبط انت خلي باك مهمة جدا يا محمد الشكل اللي انت شايفه ده اللاعب المساك دايما احنا ما بقاش عنده مهارة كرة كتيرة لكن لعيبة سانداؤنز حد نفسها لحنا مساكين عندهم لعيبة كرة وحنا دايما كنا نتكلم بالحطة دي ان الفريق كله تحس الفريق برازيلي بيعافو يلعبه بس انت هنا مجبر انك تاخد قرار خلال ثلاث ثواني انك لو ما خدش القرار ده في احتمال لما الكرة تتخطف منك فبالتالي احنا اكبرنا سانداؤنز ان يعمل الشكل ده كتير جدا ووصلنا للرقم اللي انا قلت لك في الاول ان سانداؤنز عمل 62 كرة طولية نسبة نجاح انها وسطت للاعب في الشكل الهجومي كانت 20 في المنزل دي ترجمة لكل الارقام اللي انت قلتها وشغل فايل وشغل فايل الايجاب نكمل ونروح للصورة اللي وراها وهنا بقى نيجي عند المعضلة اللي كانت عندنا وهي دي في وجهة نظري الازمة بتاعتنا في الشوط الاول اللي مكناش قدرين بسببها ان احنا نهدد مرمى اونيانجو بالشكل الكبير ايه هو الكرة دي بتاعت صنائية علي معلول واجايي شفناها كتير قوي في الشوط الاول في الشوط الاول بالذات بس مختلفة عن اللي شفنا في الشوط التاني ليه بقى الشوط الاول كان المفروض ان صنائية اجايي وعلي معلول دايما تخلي اجايي هو لداخل لجوه لان اجايي في اللعبة اللي يعمل وانتو ويخرج هو على الخط فقط حطورته برافو عليك انت هنا هتفقد الراجل اللي بيعمل صنائية هجومية مع مراهم وحسن في الكرات العرضية تمام وبالتالي علي معلول كان دايما بيلاقي نفسه بيروح على الخط ويعمل الكراص لمراهم وحسن قل لي كده من فضلك مراهم وحسن جوه منطلت الجزائي فوسط كم تلاتة فوسط كم تلاتة مين لها كم عمل يمين حسن الشحات حسن الشحات لعيب طبعا مش طويل وحسن فتح الملعب جت بعيد وكان سعاب بياخد يقدر ياخد الكرة التانية لما بتعدي للناحية التانية ولكن في الشكل ده نسبت ان مراهم وحسن ياخد الكرة من وسط تلات لعيبة اتنين مساكين وبيرجع معهم كي كان هو كمان لعيب طويل وبيضم معهم كمساك تلات صعب قوي فبالتالي احنا كن معظم الهجمات بتاعتنا بالشكل ده ووصل بنا الرقم اللي انا هقولهولك ده ان احنا في الشوت الاول على عكس عادة فيلر الهجومية عملنا 17 قرة عرضية في الشوت الاول في الشوت الاول بس وده رقم كبير جدا للمتابع ارقام ريني فيلر او الاهلي مع ريني فيلر بتدور في الشوت التاني بالضبط لان احنا دي اعمل في الممبرار الواحدة بنعمل كتوتل 20 قرة عرضية بس المال الاهلي مع فيلر ما بيعتمدش على القوات العرضية كتير الاهلي بيعتمد على الباسنج على الارض والاختراق على الارض اكتر وبالتالي انا كنت شايف الموسماني نجح في الحتة دي ان هو يجبرنا انه يعمل بوكسنج اوت انت بتدفع اجاية لبرا المنطقة نروح للصورة اللي بعدها اللي بعدها ونشوف برضو نفس الامر هي نفس الكرة دي في الشوت الاول هتلاقي ان اجاية هو اللي مضطرف وعلي معهول هو اللي جهو فحتى علي معهول هو داخل منطقة الجزاء مش عدلته مش عدلته حتى وفته كمان ومش هده تعمل خطورة انت اكتر حاجة انت عايزة في اللعبة دي ان معلول يلعب الكرة على مشارف منطقة الجزاء وحد من اللي جايين من وراء يطلق بس دي طبعا ما كانتش عندها اللي كان فيه زحمة في قلب الملعف فنروح ونشوف بقى الصورة اللي بعدها وحنا شرحنا المشكلة اللي كانت عند النادي الأهلي هيا الصورة دي بقى اه الصورة دي مهمة جدا ليه ببساطة نشوف عقلية ريني فيلر ليه لعبته لو بصينا وعملنا زوم على اجاي هللاقيه بيشاوي اللي ماك دي افشى ارم الكرة لعلي معلول ما هو لما تغطي باللعب اللبس اصفر اه واجاي رفع ايده طمام بيقول له ارم الكرة لعلي معلول اه واضح جدا دي كانت جملة هما يعني فيلر قدت علمات عليها في ما بين الشرطين ان انا النهاردة مش هروح للطرف دي شوط اول لا انا هكمل اول معلول ياخد المساحة انا اضم كسكند سترايكر مع مروان محسن داخل منطقة الجزاء نشوف الصورة اللي بعديها ونشوف تحرك اجاي اللي كان قبل خارج منطقة الجزاء راح فين في الصورة اه الصورة اللي بعدها ببساطة معلول اختارك هنا علي استلام واختارك بقى عنده هنا سري اوبشنز داخل منطقة الجزاء امر مختلف عن اللي احنا شوفنا في الصورة الاول اللي كان في برافا عليك اللي كان فيها مروان لوحده وبالتالي كان هنا نسبة واحد قدام اربعة هنا انا عندي تلات لعيبة اه قدام خمسة بس ما فيش مشكلة انا عندي تلات لعيبة وبالتالي رفعت نسبة فرصتي في الحصول على الكرة العرضية وهنا يوضح لك ازاي المدير الفني شغال تدخل نروح مش قاعد متفرج يعني قاعد شغال وشايف اللي حصل وبيغير شوت تاني طبع تركاية تانية بقى عملها فيلر مع علي معلول انا اوكي انت ببعض احيان بتاخد الطرف في اوقات كتيرة وساعات الكرة العرضية ما بتعمل لناش خطورة لأ هنعمل تركاية معاها ان انت تستلم من اجاييكا محطة لعب وانت لتقتلك وتاخد الكرة بسرعتك ليه بقى لان الدفاع صندون زي محمد وهو مواجه عمره ما هيجيب سرعة علي معلول وهو مندفع بالظبط خلي بالك مع الوضع في الاعتبار اللعيب الاساسي اللي ملعبش في هذا المركز البقرية اللي كان مصاب في هذه المباراة تبتتكلم على مورينة طبع مورينة بالظبط طبع سرعاته مع سرعات معلول كتابة فيها ازمة وبسرعاته باختلاف في حتة ايه انا وانا بجرب وشة جاه المرمى اللي هي سرعة اكيد المدافع وهو مواجه لمرمى بظهر سابت في مكانه مستحيل بنيواجه سرعاتي حتى هو اسرع مني اصلا كبني آدم اللي هي مستحيل لي انا رايح بوشي وعشان كده شفنا معلول بيعمل الكوة دي مرتين عملها مرتين المرة اولى جاب منها الهدف تمام وديه اللي كان فيها اشا ايه فيها سترايكا واضح جدا سترايكا صريح لخل لجوه وبدأ يبعد عن اللعب على الطرف نروح للصورة اللي بعديها ونشوف قد ايه ازاي فعلا ان علي معلول خد المساحة بس مش راحس حاجة قبل ما نتكلم في المساحة اللي خد علي معلول ابتدى بيتسو موسماني يعمل كسافة عددية في الجابها دي نتيجة التغير اللي حصل يعني لو تراحس في الصورة بص انت في تديق للمساحات تتكلم في اتنين تلاتة دخلين قريبين من معلول وقريبين من أجاية طبعا بس ما كانش يقدر يواجه سرعة علي معلول بالزيد يعني هولا خيبك علي معلول أسرع مجي علي معلول في الانطلاق بتاعته او ان هو ياخد الاسبرينت وهو مواجه للمرمى أسرع من أجاية سواء حتى بكرة او بالتصرف الكرة او بدون كرة بالضبط فبالتالي كان علي معلول هنا هو اللي يبقى الحل ليه انك عايز سرعة تواجه السرعة بتاعة لعيبة سانداون زوال بالتالي لما نروح برضو حتى للصورة اللي وراها ونشوف ازاي هنا مسلا علي معلول برضو بياخد الكرة وبيستلم بس هنا بقى خيبك من حتة محمد هنا اجاية لما جيه يلعب الكرة كانت مواجهة كانت مشابقة الكرة دي الهجمة دي اللي هي المرة التانية اللي علي معلول اخترق فيها منطقة جزاء سانداون اجاية لقى نفسه مواجه لنفس الموقف بتاع الشوت الأول فقال لك لا انا مش هقدر اتصرف نفس التصرف ليه لو تصرفت نفس التصرف ده هوصل لنفس النتيجة وبالتالي لا انا مش هلعب الكرة دي لعلي معلول انا هسيب الكرة في رجليه ولف واعمل وان سري تعاين بص على الصورة اللي وراها هتلاقي اجاية ما بصاش لعلي معلول مزاي الشوت الأول بقى لا الشوت الأول كان اجاية بيدي العلي معلول وياخد هو الكرة لاخر الخط ويرمي الكروس وانطهم مضوط هنا بيطلع برا اجاية هو اللي لف وخدع دفاع ساندونز لان هنا عمر السلية ينزله وبدأ ما يعمل وانطو عمل وانطري عقبال ما الكرة رايحة لعمر السلية كان عالي معلول قدر يسرق الباك والضغط اللي كان معمولة عليه على الطرف وخد نشوف بقى الصورة اللي بعدها خد الكرة في المساحة بصوا الكرة رايحة للسلية والسلية بيديها المعلول في المساحة اللي راكو كل ده تعليمات كل ده تعليمات مدير فني حتى احنا في الهاجمة دي قلنا العالي معلول اركن الكرة كوة دي لما خدها اللي ما كتجاية على المينو براوو عليك المفروض تروح في الزاوية البعيدة براوو نفسنا ان عالي معلول هو بصها المرون محصر بس بخلاف الفرصة انت ممكن كمتفرق تتفرج على الفرصة بس وتزعق العالي معلول ليه ما شوطه شرق لكن الشغل ده محتاجين نفهم ايه اللي حصل وتشوف تفكير اجا ايه ازاي اختلف من خمسة واربعين ديئة اولى لخمسة واربعين ديئة تانية وعشان كده حتى بيتسو موسمان لما تسأل بعد المباراة من الناس اللي لابتت نظرك قال لك اجاة وعالي معلول عملوا فينا كل ما يعمل فعلا ونشوف ايه الصورة اللي بعديها دي طبعا الكرة اللي احنا كنا نتكلم عنها لسه انا ومحمد وكان نفسنا بصراحة ان عالي معلول يشوتها بشكل مباشر ده ببساطة يدينا فكر ازاي فيلر بيقدر يدرس المنافس وبيشتغل كمان على تصحيح بعض الامور سواء انت ممكن بعض يعتبرها اخطاء اوكي وممكن بعض يقول لك والله بيتسو موسمان عمل شغل كويس وعارف ان الجابها دي كويس وقفل عليه ومرونة طبعا ان انت مش مدرب عندك تجمد في فكرة افكارك او طرحك للتحليل او الشكل بتلعب به طبعا في مدربين بي عندهم اسرار على الشكل بيبدأ بي وبيغيرش عنده قناعات بدا لكن فيلر من المدربين اللي ما عندوش الجمود لا دايما في الشرط التاني بيغير افكاره حتى لو شايف ان الافكار دي مش هتجيب له اهداف سريع فبيغير على طول ويعرفك كمان ويعرفك ان فيلر والجهاز الفني شافوا مطشر خمسة صفر كتير اكيد ان انت بتتكلمش في يعني العيبة كتيرة اختفى من ساندوانز لا معظم العيمة موجودة وبالتالي اسلوب اللي عبه هو اكبر بيتسو موسيماني ان هو يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه خاصة كمان بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي رد في مرة على سؤال وانكن السؤال ده انا حبيت افهم منه ليه المرة دي ما كانش بيطور من اداء فرقيته او ليه شغال بنفس الستايل القديم نعم وكان اجابته كتغريبة لان هو ساعتها لما تسأل في فكرة ليه بيلعب بالنفس طريقة اللاعب بتاعت المسم الماضي في ظن طريقة اللاعب بلبس creatة احنا يعني اوكي التصريح العليل معراسي وتصريح دوبلوماسي انه اعتقد يعني هكراخịch ما عندوش مساحة ان هو يجاو مستحيل مستحيل ياني منع ولكن ببساطة اللي يتفرج على الخمسة صفر اللي يتفرج على سان داونز دول المجموعات مستحيل تطلع مباراة واحدة حتى اللي لعبوها قدام سان داونز قدام الوداد في المغرب صفر صفر وساعتها بعد المباراة جمهور الوداد كله هتف باسم موسي ماني بسهل المباراة بص مباراة دي سان داونز عمل مباراة يعني استحواز على الوداد في قلب المغل ليش اجل انك تعمله ازاي تتلغله هدف في الديه الاولى في الديه الاولى لا ماتش استحواز ناس لعبتي كتاك في المغرب قدامتك كان طبعا في ملعب مراكب الخامس ملعب صعب جدا بصراحة وبالتالي ان ده اسلوب لعبك انما انت لازم تعترف ان ريني فاير اكبرك انك تلعب 4-4-2 اللي انت متلعباش في الدفاع اصلا انك دايما انت سان داونز بيدغط بالسبب ان انت لعبتك عندها لقابة دانية عالية اوي وكمان اكبرك تلعب الكرات الطولية ممكن تكون 10 ديئة وربع سعب مزاجك انما 90 ديئة لا ااسف ان انت تقنعني ان انت قلت في قطة اللبس يا جماعة احنا هننزل قدام النادي الاهل 90 ديئة هنلعب كرات الطولية ده مستحيل الفرقتين من اكتر الفرقتين اللي في دور التمانية بيتمازوا بالاستحواز طبعا وهنا معرقت الاستحواز هتبقى كبيرة او في مباراة الزهاب طبعا بعد المباراة الاستحواز اتجه في اي في اي من افريقين فماتش الزهاب خلينا طبعا نقول يعني ايه ندي ببساطة الرقم عشان سادة المشاهدين بقوا شايفين متكام سان داونز وانت قلت فريق من الفرق اللي دايما بتتلاجز على الاستحواز استحواز المباراة دي 65% الاهلي 35% سان داونز وخلينا ديك الرقم الاهم من رقم الاستحواز هو عدد التاميرات النادي الاهلي تكنت وصلت في ال 600 النادي الاهلي ده سان داونز اه وهقولك كمان رقمهم في ماتش الخنسة الصفر اه بس فايلر من حقه يطلع في مؤتمر الصحفي يقولك انا ما بغيرش طريقة لعبي ليه هاتلي اي ماتش انا لعبته هاتلي اي ماتش انا لعبته هاتلي انا عملت فوق ال 500 باص تمام فبالتالي ماتش سان داونز عملت 576 باص كم باص منهم بقى صحيح يعني وصل من لاعب للاعب 476 يعني اغلطت في 100 باص بس نسبة نجاح كم قدام فريق زي سان داونز بيلعب 4-4-2 في الدفاع 83% دقاء انا كده تمام دقاء عالية طيب نروح بقى البيتسو موسمان اللي هو اجاب على سؤال ساعتك في مؤتمر الصحفي وقال لك انا ما غيرتش رية لعبة لا ساعتك غيرت رية لعبة هو كان سؤال بس اشنفهم فلسفته نعم هلا عنده حلول ولا لا 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 طبعا تعال ببساطة نقول التوتال باصلز اللي عملها العدد الإجمالي التمريرات لسان داونز في المباراة كام 321 ده النص النص اجدت فيهم كام يعني وصلت الكورة من لعيب للعيب 225 يعني نسبتهم كام 70% يعني انت خسرت لا يقل عن 500 نجاح انت اكيبت بزينات لقى لي فوق 80% انت وصلت ل 70% وبالتل ده بيؤكد نجاح اسلوب رينيف في التعامل مع المباراة تعالي نعمل فلاشباك كده لخنائة بس مواجهة بوسي ماني مع مارتن لسارتة موتش الخمسة صفر موتش الخمسة صفر عملوا علينا كام تمريرة 617 بنسبة نجاح كام تخيل الرقم 550 يعني 89% من باصات سان داونز في موتش خمسة صفر كانت نجحة النادر قالي كان ساعتها عمل كام عمل 334 كام نجحة منهم 255 بنسبة نجاح 76% فده ببساطة شغل جهاز فني زي بزركي يقول عندك ابنك كان في سنة معينة مع مدرس شغل معاه بأسلوب معين جاب نتيجة معينة غيرت انت المدير الفني غيرت المدرس وغيرت الظروف عشان برده أكون أمين في كلامي الخمسة صفر دايما نقولت ما كانتش اللي صارتي بس ده كان فيه أمور بره ملعب احنا دفعنا تمانها غالي واعتقد ان شاء الله بإذن الله مطش القياب هنمح فيه الصورة اللي كانت نترسخة في أزهاننا من مطش السنة فات طيب أنقل بقى الحديث لمباراة القيام ومباراة العودة وأكيد كل اللي بيتفراجوا علينا عايزين يشوفوا طيب الصورة ممكن يبقى المشهد إزاي على مصرح الأحداث مصرح ملعب لوكا الساموريبي طيب ممكن أقول جمل أنا نفسي طول عمري أقولها نفسك؟ نفسك؟ نفسك نفسك جاتي فرصة نهارده اننا أقولها طيب ايه الفرق يا جماعة طبعا عايزة السؤال دائما اللي بتسئل اللي بيحبوا التحليل المطش الجاي ايه الطريق الأنسب لينا نواجههم ازاي ممكن نكسب ازاي طيب نحافظ على التين صفر ازاي أنا ببساطة عايز أفرق مبين دور المحلل ودور الموديل الفني ببساطة عشان الناس ساعات لحد ما بيحصل تضرب مبينه الدورين لا الاتنين مختلفين تماما وهستشهب بمسأل بسيط يوضح الموضوع لسدى الشجين ببساطة الفرق في وجهة نظري مبين المحلل والموديل الفني هو نفس الفرق مبين دكتور التحليل في معمل التحليل والدكتور في العيادة كلنا بتسعب منروحنا وجهة حلل في معمل التحليل في بناخد التحليل بإخد التحليل وبيخشي دكتور التحليل في دكتور المعمل مني يابلي ما رحض بقوله تفضل وإنه بيقولي الرقم ده يعنيidency فبيقولي والله يخلي بالك أنت عندك مشكلة في الضغط والله يخلي بالك عندك مشكلة في الإنزيمات والله عندك مشكلة في صورة الدم عندك مشكلة في السكر الصايم أو الفاطر وهكذا ده المكسيم الممكن يوصل أول ما تسأله سؤال يا دكتور متوفر علي المشوار بتاع دكتور العيادة ويقول لي أخذي حسطب يقول لك ما مليش دعوة أنا مليش دعوة خد حاجتك وارجع للدكتور هتليك تحت في التحاليل بيكتب لك هو الايه الريزولت أو الايه ملاقص التحليل دي هو هيقول لك إيه المشكلة عندك وهيكتب لك الدواء بناء على الحالة بتاعتك فإحنا هنا كل يوم خميس يا جماعة هنقدم لكم ما يشبه اللي بيعمله دكتور محمل التحليل مش هلدي حلول إحنا ببساطة لو أنا قدر أدي حلول كنت ببساطة رحت اشتغلت مدير فني وخدت المرتب بتاع المدير الفني مثلا يعني لا فهي ببساطة إحنا بنحاول بس نوضح لكم المشهد بناء على شغل كل مدير فني إحنا ما بنقدمش حلول نووي أن أنا أقدم حلول لأي مدير فني سواء أيمه أي فريق أنا بحلله لأنه كمان هو المواد اللي بيشتغل عليها خلينا نتكلم بقى بالمواد يعني بالشكل الطب زي ما أنت شرحت المواد اللي بيشتغل عليها تحت إيده هو هو اللي عارف حالتها هو اللي شايف الحالة الفيسيولوجية والحالة البيولوجية لكل لعب والفتنس والفني والتاكتك طبعا فإحنا بيتكلم بعد المطش لأ وخلي بقى إحنا يعني أقول لك المعلومات المتاحة لنا من الفريق حتى إيفن كإعلاميين لا تتعدى العشرين أو تتين في المية إحنا مش مطلعين على كل الأمور لأ مش كل حاجة إحنا مطلعين عليها في أمور إحنا ما نقدرش نشوفها وبالتالي الموديل الفني هو اللي بيشوفها وحاجة تانية ساعات فوجة نظر يعني من متابعية الرينيف فيل الرينيف فيل من الموديلين الفنيين اللي بيحط بعض الأمور الفنية والتاكتيكية اللي بتفيده في الأمور الانضباطية حد يقول لي يعني أقول لك مثلا مع الرينيف فيلر ما فيش لعيب ينفع يجي من بيته يخش تشكيل أساسي ما شوف نهاش ولا صفقة جديدة ولا حد رجع من إصابة ولا أي حد في نظام في سيستم هو شغال عليه بيدي دايما اللي بيكتهد فيه التمرين وفيه التدريبات أن أنت دايما بتقدي بشكل كويس أنت أساسي فيه روتيشن بس الروتيشن مبني على المنافس مش مبني على الإجهاد خالص عن ديدي الأهل مش مبني على الإجهاد لا طبعا الروتيشن فير مش مبني على الإجهاد على فكرة أنت أول واحد تصف الروتيشن اللي بيحصل جوه التيم بالمفهوم العلم اللي أنت قلته دا على فكرة لأن دايما كلمة الروتيشن مرتبطة بكلمة الإجهاد طبعا لكن الروتيشن مرتبط بتحليل الفريل المنافس دي أول مرة أحد يشرحها بالشكل العلم دا لناس وفايلر أقنعنا بيه أن في بدايته مع النادر أهلي غير كل مباراة كان أعتقد التغييرات بتوصل لأربعة وخمس لعيبة وحتى كفية حتى في التوظيف في توظيف اللعيبة وشفنا مع فايلر اوعى مثلا أنت كوينجر هجومي تقول أنا بلع بيمين بس شكرا لي لو أنت روحت وقلتها له مش هتلعب ريني فايلر دايما بيعمل شفتنج بيعمل تغيير للاتنين وينجات طول المباراة فما ينفعش تقوله والله خلي بالك أنا عدلتي على اليمين ما بيرتحش نفسيا عشر مال لا ما ينفعش حتى لو الطلب منك تلعب مهاجم زي حتى شفناه مع الكهرباء في الهولي السوداني بتنفذ وهنا ده بيوريك إزاي محموم بتولي إلعب هاف ديفندر حاضر النهاردة انت بتلعب وقت طويل مع رامي ربيع وببدل بسبت رامي وببدل ياسر وببدل محموم بتولي النهاردة ماتش بهذه القوة بهذه الخضورة هنلعب بسنائية ياسر ومحموم بتولي عشان خاطر السرعات حاضر فأنت بتتكلم على مدير فني عنده من الأدوات وعنده من الأفكار اللي تخليه بيينفذ بعض الأمور اللي احنا نشوفها إمتى بعد ما نشوف المحلل يا جماعة مش دجال ما ينفعش محلل يتوقع المحلل بزيزة دكتور التحليل ده أعلى مثال أنا بقوله لنفسي أشوف التحليل بتاعتك وابدأ أقول لك لكن ما ينفعش حد وانت داخل المعمل مثلا قبل ما الرجل ياخد منك العيلة تخش الدكتور تقوله ممكن بعد إذنك لما تشوفني كده تقولي أنا هيتلع السكر عندي يا عالي ولا لا مستحيل فأعمل التحيل أول نشوف المباراة وبعد ما نشوف المباراة بدي أبدأ نشوف العدوات وإيه الحاجات أرقامها ده أنا بدي أحلال طيب أنت حطيت العنوان اللي هنتكلم عليه نعم أو هنتكلم عن تفصيلته في الجزء اللي جاي نعم مباراة العودة مباراة الآياب نهاية المباراة لو كنا عملنا استفتاء ما بين كل جمهين للأهلي وسألتهم إيه أحلى طريقة تلعب بيها في بريتوريا كله كده بلا نقاش يعني اللي عارف اللي هو إيه الغالبية العظمى كسحة كنا هتقولك شكرا شيل مكدي أفشا ونزل لنا لعيب هاف دي فندر تالت وشيل علي معلول هترجم لك اللي تقل يعني مثلا حط الرمي الربيعة جنبي ياسر إبراهيم وخلي محمود بطولي نص ملعب شيل علي معلول وحط عين وراش ودافع ونقدر نقفل عليهم المساحات هناك ونعمل الزون ديفينس ونلعب بنفس الطريقة لحد ما كان ساعات منويل كامبيا الجزيف طبعا في الفترة اللي هولي اكتسح فيها أفريقيا أربع سنين حتى بالموسم اللي النجم اللي اخذ فيها المركز الثاني بعد النجم الساحلي بس كان لدي كان مسيطر كان جزيف حاطت فلسفة وهي أننا النهاردة يا جماعة لو بعض المتشاطين معقربة كده هنروح بره الأرض اختخلى عن تلايميكر وألعب بيحد كان يلعب أبو تريكا وبركات تحت متعب ويطير هم دولة الهجوميين والباقي كلهم أمن وره في خط الوسط عشان أحمي نصف ملعب هي فكرة بس احنا كمحللين حالي يسلنا في سنة سؤال هل ريني فيلر قال لنا في أي من المتشاط الخارجية إنه بيتخلى على تلايميكر الإجابة هتكون لأ تمام وهدي مسأة بسيط عليها مطش النجم الساحلي مطروب مننا أي من أشرف في الديق 11 صح؟ مظبوط وبنلعب في رادس وفي تونس ومباراة صعبة جدا وأول مباراة خارجية ليه بجل المجموعات بالزبط ومباراة صعبة قوية كل حاجة يعني والراجل ما تخلاش عن مفهوم الهجوم قال لأ أنا برضو هفضل متكمل بالأسلوب بتاعي كل هعمل بس أن أنا هغير تغييره عشان أنا لازل مساك يلعب واحمد فاتح نيزل ساعت لو تفتكر ولعب بحيات عضاك أمساك لكن التفكير بتاعي والسيستم بتاعي مش هيتغير ويا سبحان الله رغم النقص العددي ورغم حتى الهدف اللي جيه فماربع نادي الأهلي الاستحواز كان مع النادي الأهلي النادي الأهلي كان هو المسيطر وساعات أفتكر جريده فضل حتى بعد الطرد سايب طريقته اللي كان بيلعب بيها بخمسة في الدفاع ونجاب واجدي ساعاتها جاب واجدي كاشريدة من بيتهم كان مصاب واجدي جابوا من بيتهم جابوا الماتش ده عشان كان معرف بالزبط عشان يلعب بيه ونتخليش خالص عن الخماس الدفاعي فدي فلسفة لنيفايلر فهينا أنا قدر أقول لك لأ ربما لنيفايلر ما يبقاش من مودي فانين بيغير الفكرة بتاعته وهينا ممكن برضو أخذك الهيئة مهمة بالشكل اللي شفت هايسان دونز الفرقة دي فعلا من الخطر من الخطر أيوة إنك تسيبهم يحضروا يحضروا طبعا من الخطر إنهم لعبة كورة بس معنى كلامك يعني سوري للمقاطعة طبعا تسيبهم يحضروا يعني أنت عايز تعمل الضغط عالي ضغط عالي إياقة بدنية في الشوت التاني عشان لوكسوجين بس خليني برضو أخذك لحتة معينة ما تشينهي للسوداني النادي الأهل كلنا توقع المباراة كان مباراة صعبة جدا وكان في بصراحة شحن فيها قابليها وكان يعني كان في بعض المشاكل لجواء ما كانش ظريفة وقلنا ربما يرنيفا يبقى حذر بعض الأمر الشوية في المباراة دي من ديها الأولى شفنا النادي الأهلي نازل ضغط عالي امنع الهلال إنه يبني الهجمة احنا راحين نقصد مفيش وبالتالي خلي بدك الهجمة السوداني ما كانش عنده نفس اللعيبة المهارية زي سانداونز بالضبط خوفي من سانداونز يا محمد في حتة إنك لو سبت لعيب الكورة عنده المساحة من يلعب الكورة يستلم طبعا دي خطر خطر جدا زون ديفينس هو حل يعني طريقة زو حلين أمر زو حلين ممكن فعلا تزهقوا بأنك تركز بس في نص ملعبك وتبدأ تحتفظ باليقطق ليه دعاية الأخيرة في الشود تاني خصوص طبعا إحنا قلنا الخميسة اللي فات إن بريتوريا عالية عن سطح البحر تاني بريتوريا يا جماعة ما شفش حالة الأسبوع اللي فات بريتوريا أعلى من سطح البحر 4700 أدم هنا وبالتالي الشخص المصري اللي بيطلع من مصر يروح بريتوريا لازم يحصل له مشكلة في التنفس لو أنت النهاردة حالت لسان طبيعي ليه؟ هنا القاهرة إحنا عايشين على 75 أدم بس حط كده 75 أدم في كفة و 4700 فبالتالي بيحصل لك نقص في الأكسوجين ده لحد ما سعب يتحل بيه الأقراس سعب يتحل أنك تسافر قبلها بفترة بالضبط ودل حصل عشان الرئة تتعود على الأجواء تتعود على الأجواء وبالتالي أكيد دي نقطة في الاعتبار ولكن فنيا أنا من الناس اللي أبدأ أشوف مهم جدا إن إحنا في بعض الأحيان أكيد في الجو ده مش هتضغط 90 دقيقة مستحيل لكن في بعض الأحيان حاول إن إنت تمنع من بنى اللي ما تخليش لعبة الكرة يمسكوا الكرة كتير لكي كان هو بيتصرف بالكرة قدام منطقة جزائه حاجة وهو بيعدي بيها النص ملعبك حاجة تانية لو سرو باس أو سرو لوب اتلعب من عند منطقة جزائهم حاجة ولو اتلعب من عند خط النص حاجة تانية الإجادة بتاعته إفشنسي بتاعته الإجادة إن هو يجدها من نص الملعب أكيد أقوى وأكثر عشان نلعب يعني كرة طولية من منطقة الجزائه لغاية ما يقرر منطقة الجزائه أكيد بفعل الله هيبقى متأدنى على منطقة الجزائه أكيد هيبقى أصعب من أننا ألعبها من عند نص الملعب كل ما مسافة الأوفر أو الكرة بتطول كل ما يكون دقة الكرة توصل لناحية لجمية أقل طبعا أكيد أكيد اللعاب المهاري وأكيد وأعتقد إن بيتسو موسيقين هيكمل بالنقطة إن زواني يبقى التالب بتاع نص الملعب هيكملها التالت؟ أه طبعا مهم زي ما عمل في مطش الزهاب زواني ما كانش طرف زواني كان هو اللاعب لبينزي داخل فروق أه كان هو وسايب بقى بلكازي وسايب سرينو طبعا هم دول كانوا بيقع حد ما بيقدم موباي طبعا هم دول بيتقدموا كتير لي منطقة محمد الشناهو طيب التشكيل اللي بدأ بيسانداونز مبارة الزهاب نعم ممكن نفس التشكيل ولا ممكن يحصل تغيير واحد في التشكيل شوف طبعا اعتقد الفكر الهجوم بتاعه هيختلف مش عالف بصراحة باك يمين هيرجعله ده مورينا ست شهور مورينا دالباك 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 اعتقد مورينا كان هو الوينجر اللي تصاب مورينا الباك رايت اوكي رقم سبعة واشرين اوكي ده الست شهور هم عندهم اتنين هم عندهم اتنين هم عندهم اتنين او الباك بتاعه مارجعلوش انا فوجه اتنظر ان هو هيكمل بالرباع الخالفي زي ما هو بس هيختلف في التوظيف في حتة ايه مثلا اول كده اول تغيير هيحصل هنشوف اسلوب اللعب مفيه زون ديفينس في الدفاع شكرا خلاص سانداونز مش هيدافع من نص ملعبه ومش هيسيبك تتلعب الكورة من نص ملعبك زي ما انت عايز زي ما حصل في استديد الكاهرة بلان يعدس الاربعة اربعة اتنين مش هنشوف احنا هنشوف فريق بيضغط علينا من نص ملعبنا وبالتالي احنا اللي محتاجين نلعب لحد ما الكورات الطولية في بعض الاحيان بالطريقة اللي احنا عايزينها مش عايزين نكبر عليها في قوية دي دا اللي احنا بنشرحها بقى تمام العب انت الكورة الطولية القطع دايما الكورة الطولية تتلعب على الطرف يعني بتاخد الطرف يبقى قطع لك لجوه صعب جدا ان انت تلعبها ليه الاسترايك الاسترايك الرايح بوشه لمرة محمد الشناوي صعب جدا لتتطلب منه مدى دهر اللي حارس صندوق فده مستحيل جدا فانت دايما هتلعبها ليه الاطراف وبالتالي هل ممكن نفكر في المباراة دي في ان اجاييه يبقى واخد المساح اللي ورا الدفاع ربما طبع حسين الشحات عنده حتة دي مميزة جدا ليه ضعيف سريع بس مش عارف لسه موضوع الاصابة وبعض الاخبار اللي قالت على اصابة حسين الشحات هيبقى اساسه بس احنا بنتكلم ان احنا محتاجين نقلب موضوع السرعات لناحنا نخلي عنصر مفاجأة كده للمطش نعم نخلي عنصر مفاجأة للمطش بمعين لكل حاجات بتتقلم وبتتشافي بس الاكيد ان دفاع سانداونز عمره ما هيوقف عند منطقة 18 اكيد هيتقدم عشان يقفلك مساحة التمرير لان هو بيلعب ضد حكتين بيلعب ضد النتيجة وضد الوقت انت مغلوب 2-0 وعايز تعوضه وكل ما الوقت بيمر عليك في مطش الاياب ده في صالح النادي الاهلي مش في صالحك فانت عايز تزود من عملية استعادة الكرة وعايز تقلل من زمن هجمة النادي الاهلي النادي الاهلي مثلا لو الهجمة بتاعتنا وصلت لديقة وطبعا ده زمن طويل جدا هنبفرحانين شكرا انا كل ما الكرة في رجلية انا ضامن ان انا لسه محافظ على نتيجة مطش الزهاب وبالتالي هيبقى فيه اختلاف في الأدوار بس اللي اتمنى فعلا ان احنا نلعب بالسيستم بتاع انا رايح اجيب جول رايح اجيب جول اه وهدي مثل هنا في 2008 2008 النادي الاهلي كان بيلعب اساك جان سيمي فايمل الموسم التالي ليه الموسم بتاع 2007 لما خسرنا فايمل نجم الساحلي وطبعا كان سيمي الشاطر يعني سمعنا كان واحد من نجوم مباراة الاياب في ابيتجان وابيتجان برضو نفس المشكلة بتاع بريتوريا في موضوع الاكسوجين مرش تلعب في رمضان في رمضان اعتق في رمضان اه صح؟ اه لتعمل في مجهود بدني وجارية غير طبيعية الشوت الاول اه اول نص ساعة احنا كنا كاسبانين هنا في مصر اثنين صفر بنفس الزروف بالزبط خلل استعادوا الاعتقين لا لا مش تعال اكسنة اين واحد بس تعال اقولك اه اه اخسنة الواحد بس تعال اقولك السينالي جزيء الى لسمه ازاي راح لعب التلاتة خط وسط وحط ساعتها فلافيو بس هو ستراكر صريح ونزل اول نص ساعة بضغط عالي بضغط عالي او نص ساعة هو كان عالي طبعا ابيتجان من الاكسوجين من المشكلة دي فانا بزي يعني احاول استخدم الباور بتاع لعبتي فبدأت المباراة تمام النادي الاهلي في اول نص ساعة محمد ضيعنا انفرادين وفلافيو جاب جون الهد كرة لعبت له عرضية اه وحطها في الجون بالهد تمام وخلصنا شوط الاول واحد صفر بس الشوط التاني كنا مقتلين صح كنا فهو ده بقى الجزء اللي اقول لك عليه ممكن تعمل ضغط انامي جيد جدا وتكسب ويجيب مع اللعبة امار بس مع اللعبة امار انا جبت جون مع اتنين صفر في ارضي يباكي يا منافس عايز كم محتاجة اربعة عايزة اربعة قاسك نزل الشوط التاني مش هايزة اقولك مخلناش نطلع من نصف ملعب نا المضشك نتعبالين جدا الجو كان صعب وجابوا فينا جونين اعتقدت في عشر دقايق وساعتها خوفنا قوي ان الجونين جوموا بسرعة وكنا ممكن نتفك بس جزء بقى عمل اللي انت عايزه في الاخر في الاخر عشرين دقيقة اللي هو عمل الزون ديفنس وقفه مهاجمش ويحافظ على الاتنين واحد وصعبنا بس برضو اللي هقوله ان الكواليتي بتاع اللعيبة والظروف ساعتها كلها مختلفة عن بكلم كاسكوال كقايمة ان بالكبر ساعتها اللعيب تندي اهلي خبرة افريقية بصراحة فضيعة احد اللعيبة وقتها انا سألته على الشوط التاني اللي حصل قال لك على كلها بالله با شوط الاول فريق اسك الشوط التاني مش عابل اللي جابت تطور بالضبط ووصفها بنفس المعنى كده المجهود البالي كان صعب جدا بس هي الفكهة في لعبة الامار انا رايح بفكر ان انا اول خمسة واربعين دقيقة بص يا جماعة مش هتعدي غير لما يجيب جون حتى هو اللي جيف يا جون مش مهم بس المهم ان انا حطه تحت ضغط الاربع صفر وبالتالي انا كل اللي عايزه ان انا احاول اهدد مربع المنافس بالتلات اربع حجمات واركز فيهم لو ركزت اكيد في واحدة هتلطش معايا في تغيير حصل بالنسبة لفريسانداونز في مباراة الزهاب اكيد ممكن يكون ليه علاقة بمطش العودة ايه لما استبدل ليبوزة ونزل لانجرمان طيب لانجرمان طبعا احنا عارفين هو اصلا باك الشمالي بالزبط وكان قاعد طبعا على الدكة ونزله في نهاية المباراة عشان يأمل ان كان موسيماني كان عايز اينا المطش جمحة ما تخلي بالك زي جدا ربما الناس ممكن تقولك يا عم موسيماني انت رجل مغلوبة نصفر وبيع عشر دايق ما تخطف لك جول قالك لا الصح الصح في ظل الظروف اللي انا شايفها دي اخلي بالك سانداونز فعلا في نهاية المباراة تعب اه اه بدنيا ان انهاكوا تعبوا مع النادي الاهلي فعلا عشان كده كان نزل باكاماني للسرعة عشان على قل نص الملعب بتاعنا حد منهم يرجع هو لعبها برده عشان سرعات باكاماني هو لعب على باكاماني انه هو النهاردة يختف واحدة وكان فعلا فيه واحد كده يختف بس ليه فعلا هو نزل لانجرمان لهو كان فعلا عايز يحافظ ان الجون التالت ما يجيش الجون التالت لو كان جه كان هتبقى فعلا نسبة عودته في مطش العودة صعب قوي صعب جدا انت تلجع يعني اجي اهل رايح لك وكسبك تنصف لامانة صعب مطش مباراة الزهاب هنا ومباراة العودة هناك هتغير فلسفته هو كان دايما بيبني تاريخه كله في الاخر اربع خمس بطولات تحدي من 2016 لغاية 2020 على ان هو بيقدر يعمل على ملعبه السكور اللي يضمنه التأهل للمرحلة التانية مع الوداد لما بدأ المباراة الاولى في مركب محمد الخامس خسر على ملعبه في بريتوريا لما لاعب الزمالك في البداية وكسب ثلاثة ادر يكسب البطولة لما لاعب الاهل في الاول وكسب ادر يكسب البطولة مع الوداد معارفش مع مازينبي قبل كده معارفش مع الترجي قبل كده معارفش وخليني برضه استدل من نقطة دي الموضة مهمة اوي استدلها من ماتش الترجي والزمالك وفعلا زكاء كارتيرون لما كانت نتيجة 2-1 وعدم زكاء من معين الشعباني انك في نهاية المباراة وانت نغروب 2-1 كارتيرون فعلا كان بيرعب على الجون التالت انا عايزه باي طريق ان كان ودخل كل اللعيبة الحريفة خش وغلطه مدافعين الترجي كانت زكية جدا حركة زكية انت ازاي فماتش ازاي ده ماتش انت بتحسب ماتش مع بعض يا محمد ازاي النهار ده اخد الجون التالت اللي اكيد بخلاف النتيجة الفعلية طبعه 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 اتنين صف اكيد على الورق افضل متى واحد بس كارتيرون زكي في حتة ايه والنتيجة اتنين واحد انا عايز الجون التالت نفسيا لي انا انا عايز اضغطك وخليك متعصب عالف لو كان الترجي خسل اتنين واحد ما كانوش عملو المشاهد المؤسفة اللي عملوها في نهاية المباراة وطبعا طبعا طبعا نية الترجي ما تظلمش خلص يعني فوز نية الزمالك بالمباراة دي كان فوز عادل حقاني مية في المية مية في المية مية في المية طبعا الترجي يعني فرادس طبعا ويقولك الكهرباء قطعته فلما حسوا ان الهدف التالي طبعا من الهدف التالي نية الزمالك كان هدف سليم مية في المية فيش اي خطأ فوز نية الزمالك مستحق تماما تعرف الجوني الاحراز الزمالك اللي هو كان الجوني التاني جاي بعد ثلاثين بارس ممتازة بص ايه عملوها فيديو حتى ركز كمان في فكرة الكرة التانية اللي بتيجي للنفس اللعيب بقى بيعملها جات له مرة تانية جات له طريق حمد مرتين جات لي محمود عليها مرتين لغاية لما وصل لغاية للمنطقة الجزاء والهدف احرز وعشان بص سريعا بما احنا جدنا نهاية الزمالك والتراجي بس وضع جدا جدا تحلية سريعا التراجي فرقة التراجي بتلعب ستين دقيقة بس ماتش السوبر وماتش الزهاب في مصر اللعيبة دي كلهم ستين دقيقة بقى نادي الزمالك لو عدت دقيقة ستين وهو محافظ على نتيجة تقاهله في وجهة نظر الشخصية نسبة تقاهلات بقى أعلى طيب لو بتكلم على السكواد او القايمة بتاعت فريق سانداونز وانا بحب دايما لما ابص على كل الفرق اللي معانا طبعا فاكر انت وقت ما تأيد مصطفى شبير في القايمة الاهل الافريقية قالك ازاي اربع حراس مرمى انتو عارفين يا جماعة ان فريق سانداونز في قايمتها فيها اربع حراس مرمى مش مفاجئة على فكرة طيب باقي الفرق لو بصت على قايمة الرجاء المغربي هتلاقي اربع حراس مرمى فبالتالي احيانا على مدار الموسم بتحصل معاك بعض الظروف فبالتالي بتبقى مكبر على ده طب انت عارف البديل بتاع اونيانجو حارس مرمى سانداونز حارس مرمى منتخب مازينبي نا كني دي موية با بص بمنك فرحت المنوضة خلينا نتفعى محمد ان اي خبر رياضي في قايمة او خبر اداري او اندباطي معرض للتقييم على السوشال ميديا والنهارده الناس كلها بتقايم اي نوع من الاخبار بيتموا تقييمه بس ايه النقطة الي انا عايز اقولها في بعض الكواليس انت مش عارفها مع فوجة نازل يعني مش عايز ازايد على الحلقة بتاعه النهارده بس ربما الشوت الاول لو مسلا الناس بسالوا في ماتش تانداونس بشكل سلبي قوي وربما بعد الي احنا شرحناه تنفهم قد ايه الراجل برده في شغل شطرنج يعني فيه مرشة طرنج ما بين الاثنين وقديه فعلاً أنت لازم تشيد باللي عمله فايلر بتاعك أه يعني لازم أنت فعلاً عندك ثقة يعني الراجل قعب برده ما بيتفرجش على المباراة زي ما حاببتفرج الراجل فعلاً شغله بيتدخل وفعلاً فيه شغل بيتعمل فمثلاً موضوع كويد اللاعبين يعني عندنا أيد أربع خراس ربما يكون لها فكرة أو نقطة أنت مش شايفها ومش شرط تشوفها دلوقتي ومش شرط تشوفها دلوقتي لا مش شرط يعني برضه سعب أحس أن البعض بيحب يشارك مش في مشاهدة الحدث ولكن في الصنع الحدث في الصنع الحدث في الصنع الحدث ساعات يعني ربما ده ما يقاش متاح ليه؟ أن فيه أسرار فريق فيه بعض الأمور النفسية والمعنوية لأنا بشتغل عليها لقدام للمستقبل يعني النهاردة مثلاً ممكن حد يسأل يا جماعة ليه؟ أفشى ملعب شماتش النجم الساحلي مثلاً أياً كانت السبب والأخبار تبقى كثيرة طبعاً على المواقع الرياضية وكلنا بنشايرها وبنتكلم فيها وكل جا اكتهل بالضبط كل ماتش اللي وراه بنشوف الراجل بيرجع برض نفس الأمر على كهرار وأياً كانت الأسباب إحنا لينا الحق أهو بقول لهو لينا الحق نقول لإحنا عايزينه عصش الميديا بس ما تقولش الموديل الفني أو الجهاز الفني ما يطرع يتنقش مانا هو يقول لهو عايزهم هم حرين ونحترم هذا هم يحترموا أرقنا ووجهات نظرنا وإحنا نحترم إن هم الناس اللي المختصين مختصين طيب إحنا عايزين ناخد كرسة زيهم يبقى ببساطة نقفل الكمبيوتر ونروح ناخد دورات تدريب ونروح ناخد كرسات ونكتهد نحناخد الشهادة سي الأول وبعد كده ناخد بي وبعد كده ناخد اي عشان نمسك فرق زي الأهل والزمالك ونبدأ إحنا النهاردة منافسين لمدير الفاني ونجي نقض مكانهم ولما نحصل يحصل ده سواعيش هدف جدي بروح روب مثلا أه لا نهاردة في فيلر عشان يوصل للكرسي ده أكيد هو تعف في حياته أكيد أكيد أنا ما شفتش ده درس إعلام حتى من ضمن الكرسات اللي أخدها أنا بقول لك لا أنا ما شفتش هو عمل إيه في نقط أكيد ما شفتها أنا شفته هو نازم الطيارة وجاي مصر يبقى مدير فاني وبشوف مدير صحفية وبشوف التمريق إذا هو حط نادي الأهلي أو بشوفه في التلفزيون للكرسوفته لكن فيه شغل أكيد هو عمله طيب واجتهد على نفسه عشان يوصل المكانة دي اللي تخليه صاحب القرار الفني الأول في النادي الأهلي والتاني ما بزيتش أحد لا أنت من حقك تماما وأنا برضو أنا رجل سوشيال ميديا انفلوانسا وأكتشوم كتير من حقي أكتب لأنا عايزه بس مش من حقي إن أنا أناقش المدير الفني واقنعه في قراره لا وإيه وافرض عليه وجهة نظر وجهة نظر أنا أقول لأنا عايزه في المساحة المحددة ليا بس أعرف كمان الدربة الإعلامي كمان اللي نفوض نقول بيه لأننا بالتأكيد مختلفين عن السوشيال ميديا لما مموجودين على شاشة طبعا وإحنا بدلعب في بطولة إفريقية لازم نشوف قوائم الفرقة كلها معانا ظروفها أوضحها إيه أكيد يعني أنا هتكلم عن الاستبدال وهكشف لك على حاجة حصلت محدش خد باله منها طبعا معرض لك على فرقة سانداونز والقائمة بتات سانداونز أنت بتتكلم في قائمة خلاص استكملت بتلاتين لعيب نعم لكن عندك أربعة حراس مرمى طمعا اتنين حراس مرمى الأساس والاحتياطي حراس دوليين نعم سواء آآ أو حتى موينة حارس منتخب بازنبي لكن عندك أمان اتنين حراس ما بدخلوش الاسقور خالص نعم فبيتالي قائمة من تلاتين فيها أربع حراس مرمى نعم طبعا وانت بتتكلم عن الاستبدال والله حصل في الاستبدال والقرار الغريب اللي انطلع في آخر شهر يناير صحيح البعض قال لك الوداد البعض قال لك الترجي البعض قال لك كزا المفاجأة إن الاستبدال الأربعة كان مازنبي الكنغولي والنجم الساحلي التونسي وشوفنا طبعا النجم الساحلي فعلا فريب يعاني وكان فعلا محتاجي بس برضو بصراحة محمد الترجي استخد من الاستبدال حلوة استبدال واحد والوداد واحد ماشي بس استبدال تعرف الوداد عمل ايه نعم الوداد قايد في القايمة الأولى 24 لعب فلما جيتها عقد مع أكتر من 10 لعيبة قايد منهم 6 فبقتالي استكمل القايمة بعد كده لما اتفتح موضوع الاستبدال شال لعيب وحط لعيب بس في الآخر احنا متفقين ان القرار نفسه ما كانش فار لا القرار غلط احنا مش مختلفين على القرار بس الفكرة ايه نازم الناس على السوشيال ميدا تبقى عارفة بعد ما القرار بيطلع وتشوف النتيجة حصلت لفين طب ولما بتقارن قايمتك بقايمة اي فريق منافس وعايز تظلم الجهاز الفن بتاعت في القايمة اللي اتعاملت لا شوف المنافسين برضو قوامهم كانت ازاي صعيح لا وفينا برضو انا بس ساعات بيبقى صعب جدا ان انت بتطلب البرفكشن او الايه الامتياز في كل شيء في كل شيء ده امر مستحيل امر مستحيل زي بصفة مسلا ايه قبل المتش ممكن مسلا كلنا نفسينا بصراحة يو تفتكر في نهاية الحال انت بتقول لي توقع انا عمر اتوقعت انا بس ايه بها الاخر حال انا عمر اتوقعت بس كان نفسي بصراحة نديهم ستة صفر بس طبعا ده امر مش عاكلاني هو امر مش عاكلاني طبعا بس هو ده الامنية لكن لما ليجي نشوف المتش اكيد طبعا الظروف صعبة جدا ليه ان انت اكيد عدد الفرص اللي هتتحليك في مباراة زي دي مش هتبقى زي السيناريو بتاع 5-0 سيناريو 5-0 ده بصراحة كان سيناريو استثنائي شوية وكمان الظروف اللي تلعب فيها كانت ظروف مختلفة ان شاء الله عن الظروف اللي هنشوفها يوم السبت طيب في جزئية عندك تانية مطالقة مباراة الاياب عايز تبدأ بيها او تكلم فيها قبل ما ازخل على سؤال الجاي لا اتفضل خش على سؤال الجاي طيب احنا بنتكلم في تشكيلة سانداونز مش هتتالف كتير عن تشكيلة مباراة زي فوجة مباراة هو بس الاختلاف هي في التوظيف في التوظيف وفي التاكتك بتاع الفريق طيب ممكن يغير ميديشة رقم 2 ليه اللي تلاح بك رايت ويخش في القلب لنوع في الاساس ما الساك ويلعب بليبوزة ولانجرمان على الاطراف بص لانجرمان اكيد هيلعب ليه انت بتكلم على باك شمال بيطير كتير ولعيب خفيف ولعيب سنيع جدا وليه ادوار هجومية ومشاركته في نهاية مباراة الزهاب تؤكد بنسبة لا تتعد يعني عكيب مش اقل من 90% انه هيبدأ المباراة الجاية واكيد هيبقى عنده واجبات هجومية اكتر من شفناه في مطش الزهاب وتاني يا محمد اكتر ما حاب نتكلم على اسامي حاب نتكلم على اسلوب لعب اسلوب لعب اه وعايزك دي اعتقل فوجة نظر يعني الطرفين الرباعي بقى بتاع ساند داونز هيربع على كل طرف انت بتتكلم على لا يقل عن كامل لعيبة هنشوفهم في نص ملعب النجرات والاتنين مساكين ايا كان مين هم الاسمين هيبقوا متواجدين عند بالزبط خط نص ملعب حيبدأ يزنؤك في نص ملعب بحيث ان انت ما تخرقش من نص ملعب ويقلل دايما مسألة استحوازك على الكورة طيب اخر حاجة متعلقة بصفحة الاتحاد الافريقى على الويب سايت او على الفيسبوك قالك مابولي دي ساند داونز في اخر 13 مباراة على ارضه كسب 9 تعادل 4 طبعا وده بيديها وما تغلبش ولا مباراة دي نفسيا انت بتطلبها كلاعبية بتشتغل عليها ولا ممكن دا كشغل فني بعيد عن الارقام دي بص الجزء النفسي طبعا احنا اتكلمنا ايه كتير وشوفنا قد ايه وحتى انت المحاقفات شرحتها بشكل جميل جدا قد ايه بيتسو موسماني حارب حارب عشان المالشي دا يتلعب الساعة 3 العصر وبالتقالية اعتقد امور نفسية دي عندنا لو نقدر تخيل انت بقول لعبتك يا جماعة الفرقة دي مثلا بسيط الفين واربعة الفين وخمسة انيامبا الناجيلي كان هو غول افريقيا ساعتها كان فريق مرعب كان المدل قال لي اول نادي اقدر يكسر برافو عليك كان فريق مرعب واي نادي بيروح يلعبوا على ارضه كان الساد غليب جدا كان الساد واسع قوي وكان ساعتها اللي هتفتكي كان بيحكي مباراتنا معاهم كيملي شونغ اه وبص محمد والله العظيم الله يمسيب الخير والله العظيم كيملي شونغ في المطشي ده ما طبقش قانون اوف سايد على انيامبا اه كان اللعب بيرجع بيرجع من اوف سايد كان يسيبه عادي ومع ذلك جزي كان رايح يكسب المبارات هناك ليه عشان السمعة ولو نفتكر مطش العودة كنا هسعضنا اكيد وكان انيامبا عايز تعدهم كسبناهم عشان بس ما يخلهمش يتأهله لالفاير اكيد طيب اخر حاجة طبعا من تشكيلة الاسبوع اللي اتعملت او تشكيلة الكوارتر فاينل طبعا اخضر بلعيب في النادي الاهلي بالنسبة لبراية الزهاب كان موجود في القائم عالم علول بنتكلم في اجايب بنتكلم في افشا بنتكلم في اكتر باللعب واتمنى ديانجي طبعا اه وديانجي بالتأكيد اتمنى كريم انا بشكرك مسيجد اتمنى تاني نقطة من المشجعين النادي الاهلي بيحب يخش على سوشيا ميديا يدوا دفعة للعيب خلال يومين الجيين وبإذن الله بإذن الله مش هنرجع بس بالبطاقة نرجع بالبطاقة وبالانتصار ان شاء الله بإذن الله توقعتك خمسة سفر نادي الاه الاهلي اكسب ان شاء الله انك على الهوحة سفر بإذن الله نورتين وشرفتين يا كريم وكل التوفيق ليك وربي يكون قدمنا وجبة تحليلية فنية للجماهير قبل مباراة العودة ان شاء الله يوم السبت اللي جاي شكرا جزيلا لك يا كريم باشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة انا عارف ان احنا افورنا شوية عن الطايم لكن بالتأكيد يا رب بإذن الله نادي الاهلي يكون التوفيق حليفه في مباراة العودة ان شاء الله يوم السبت القادم ويا رب بإذن الله دعوات كل الجماهير المصرية وجماهير النادي الاهلي في هذه المباراة من اجل تخطي هذه المباراة المصرية بالنسبة للبطولة الافريقية عنق زجاجة من اجل التأواجد والتأهل الى مرحلة الدور نصف النهائي بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة والتاقي بكم على اخير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمة من برنامج الاهلي شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة